موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الألف في برناميكم ملك وكتابة في تمثيلية الكرة المصرية والمخرج العبقري إبراهيم أهلا بك أبا شمانسو أهلا بك أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة معكم في الخميس الأخير من الشهر الكريم دي ربما كانت الحلقة الأخيرة في شهر رمضان كل سنة وانت طيب كل سنة وحضراتكم طيبين والله الأحداث بتاع خودنا كل سنة وحضراتكم طيبين ويا رب كده رمضان يغفر لناس كتير احنا بينهم يعني وانت هتغير لي هتغير لي دماغي فكرتيني طبعا هنحاول نكون النهاردة على قدر مسؤولية شهر رمضان بإذن الله وعلى قدر التعليمه بأكبر قدر من التسامح ونشوف هنعمل ايه شوفوا احنا يعني اعتقد حضراتكم حفزتوا جدا سوابة البرنامج وطبعتنا كمان محدش هيستدرجنا إلى ما لا نريد أو إلى حيث ما لا يجب أن نكون لكن في نفس الوقت الصوت العالي مش معيار قوة ولا برهان شجاعة الأواني الفارغة بس هي اللي بتحدث الضجيج بس على أي حاجة فارغة هي اللي تعمل صوت وبعدين الصوت يعمل ايه بيعمل ازعاج بيعمل ازعاج طيب الصوت العالي وازعاجه دي ظاهر صوتية انا في حالة ازعاج يا صهاز ابراهيم اه احنا في حالة لم بقالنا كان في الرياضة انا بالنسبة لي قرابة الخمسين سنة والله 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 لم يمر عليها مثل هذا الموسم والله ولا مثل هذه الأحداث والواحد شايفها خطوة بخطوة قبل ما تحصل وعشان كده يعني عشان كده لما كنت بقول طبعا طبعا الكرة مش في الملعب انت اه فيه تمثيلية ناس بتجري وبتجتهد وناس بتصرف وناس بتعمل وناس بتجتهد لكن في الآخر في الآخر المخرج بيحركك عشان عارف مين اللي حيموت في الآخر ومين اللي حيعيش ومين اللي حتجوز مين ومين اللي حيهرب بالفلوس ومين اللي حيتسجن يعني الأمور كما خطة الله خطوة بخطوة وده قلنا دلوقتي ولا قلنا بن بدري هو كلام الكلام ده لما الماتش تأجل بتاع الزمالك وقالك تكتب إخرارات والإنتاج قلت لك هنا ده إذا تلعب لا مش إذا تلعب قلت لك مش هيتلعب قلت لك مش هيتلعب حيلقوا تخريجة تانية هو أنا عايز أعرف أي حتة في العالم طلبتوا ليه الإقرار وطعبتوا نفسك وخليتوا الرجل يمضي يعني ما كنت أجلتوا خلاص من غير وقتوا يعني محتاجين تبرروا حاجة دلوقتي ما اللعب على المكشوف وهي كده وعلى في خلكه ما اركبوه وقصوا عايز بطولة وقصوا عايز مش عارف إيه وكل سنة نواجه بطولة كل سنة نواجه بطولة والناس عايشت دوامة دي وشايفها لكن أصلها المشكلة أستاذ إبراهيم أنك أنت بتخبط صوابط كتير جدا من غير ما تدري يعني المشكلة أنك أنت يعني عايز تحافظ على حاجة عايز تحافظ على رسالتك كنادي أهلي رسالتك تجاه جمهورك الأجيال القادمة تجاه المجتمع أنك أنت بتحاول تكون قوي في حدود ما تملكه من حقوق لكن مش متجاوز وإحنا لو كل واحد بقى تتجاوز معانا وردنا عليه بقى إينا زيه على فكرة ده واجعهم برضو هو تفتكر اللي بيشم ده مستمتع ده هو متجند أنك تردش عليه أنت متعالي عليه بالسوحاتك هيتجنن أكتر أنت متعالي عليه يعني هو حاجة هو خلاص بقت وضع يعني لكن هل أنا الأوان أن إحنا نلعب الجيم بأدوات السوق وبهذا القدر من السوق سؤال مخيف شوفوا يعني أعتقد كل حاجة بقت على المكشوف زي ما لمهان سعدل قال بس لكل ظاهرة صوتية نهاية ولكل تجاوز حق وهو يكون حد فاهم أنه حيفلت بأي تجاوز لا كل واحد هيدفع غلط أو تمن غلطته وكبير قوي كمان ويمهل ولا يهمل بكل وضوع لكن أديكم شايفين الساحة وما فيها وخلينا نكون في صميم الموضوع الأهل يوم السابت عنده اجتماع مجلس إدارة الناس قالت طب ليه هو الاجتماع مجلس إدارة السابت هو علشان المباراة لا أنتو عارفين فترة رمضان وعارفين ارتباطات الناس ناس كتيرة من أعضاء المجلس اللي بره القاهرة واللي كان بيعمل عمرة وبالتالي المجلس بينعاقد يوم السابت في اجتماع ممتد لجلساته اللي كانت عقدت في الفترة اللي فاتت عشان يتخذ موقفه أو يعلن قراره وأعتقد المسألة واضحة للجميع واضحة للجميع وعايز أقول لكم ما تم تقديمه أو مداخلة يا جماعة ومش معنا أن المجلس يقول أنا عايز أكتمي عشان نناقش أمر لازم يطلع بالقرارات يعني ونقعد ننتظر وقولك هو فين القرارات ما هو القرارات اتخذت وفي جواب بالقرارات في جواب بالموقف في جواب بالموقف على أثر يعني على ضوء ما تسفر عنه الأيام هيحصل نوع من التعامل مع هذا الموقف هنستمر عليه هنصعده هنخففه وخلي بالك أنك برضو أنت شوف الموضوع فيه مكاسب ما فيه مكاسب هتأخذ موقف عنيف أنت اللي خسران برضو أنت والكرة المصرية هتأخذ موضوع يضع في عين الاعتبار المصالح العامة دون اعتبارك أنت خسران مؤكد هتصعد وتسيب الأمور لمن هم عندهم صلاحيات يصوبوا الكرة المصرية اللي مش عايزة تصوب برضو فيه خسار هيتلع الناس يقولك هو أنت ليه بتتجاوز محليتك وتروح تصعد لك تبتعمل ايه انت بتستنفس كل الوسائل عمال بتكلم الناس هو هو احنا النهاردة هل معقولة نبقى عايشين يا سيد إبراهيم في مسألة المواقف الشخصية مين أقوم التاني الموضوع خلاص ما انتهى انت عندك القرار انت القول لكن أنا عندي الحق فأنا أقوى ممكن انت ما تدينيش حقي مش معنى كده ان انت غلبتني طب خليني دي دي بداية فلسفية هاي لا إذن هي الحلقة ما بين الحق والقوة أو الحق وصاحب القرار هل الأهل على حق ولا احنا مدعيين هل الأهل عنده منطق ولا غاوة مشاكل هل الأهل فعلا عايز يكمل الموسم ولا عايز يبوزها هل الأهل مقتنع بما يفعل ولا عايز ينهي الموسم خلينا نحط كل المعطيات دي النهاردة على الطاولة الكل لازم يكون متفق على ثلاث أربع نقاط أتمنى لو حد مختلف فيهم أو معانا فيهم من حضراتك يقف عندها الأهل كفريق هو الوحيد اللي بقاله الثالث سنة مستكمل المشوار الأفريقي ما وفقش صحيح لكنه انت بتلعب للمرة التالتة منه آخر مرتين بتلعب فينال الوداد والترجي ثم المرة دي خرجت في دور قبل كده من ساندونس إذن عندك استمرار في عدد من المباريات عدد أعتقد حضراتك فاكرين نحن كنا حسبناها الأهلي ضمن أكثر فرق العالم وشاركة في المباريات الرسمية هذا الموسم في الوقت اللي انت كل ما هو متاح للعيب اللي برا اللي انت بتتفوق عليها رقمياً في عدد المباريات لا في الصحة العامة ولا في حالة الملاعب ولا في التأهيل ولا في حاجات ولا في الطاقس ولا في حاجات كتيرة قوي ولا في أساليب الاستشفاء والتأهيل وغيره ولا في الفير بلاي ولا حتى في اللعب النظيفة ومع هذا انت مضغوط بقالك ثلاث سنين وده كلام لقولي الأمر لأنه الاستمرار في حرق لعيبة النادي الأهلي مش لصالح حد الاستمرار في استهلاك عضلات هؤلاء اللاعبين مش في صالح حد الاستمرار في ظاهرة الإصابات اللي عملت تساقط فريق يحصله في السنة الواحدة أكتر من عشرين لعب يصاب دي مسألة مش سهلة غيرنا لما لعب تلات أربع مضغوطين حصلت عنده إصابات والناس رجعت تقول لا عنده حق وعنده إصابات وعنده إجهاد طيب الناس اللي بقالها تلات سنين لضم المواسم في بعض لضم المواسم في بعض الأهلي خلص البطولة الأفريقية اللي فاتت مضش الترجف شهر 11 دخل على طول بعديها بأيام في البطولة الجديدة اللي عشان الأجندة الأفريقية وتغيير المواسم وتقال يا جماعة نستحمل بعض عشان المواسم ده استثنائي العبارة أو الجملة أو الكلمة المملة جدا اللي واخدينها شمعها لكل حاجة يا سيد السنة استثنائية انت لقى عاستخل السنة الجاي واللي بعدها استثنائية كمان من أمتى بيقاس على الغلط لما تسمع الكلمة يقول لك الصحنة اتفقنا من الأول هو أنت عملت اللي اتفقت عليه يا سيد زبريم ونبي معلش واحدة واحدة استثنائي وخدت قرارات وحنا احترمناها احنا بنقول لك احترم قراراتك يا اخي احترم الجام اللي طلبته واللي في تعهدات هو فيه ايه هو احنا هنمشي ننقش الموضوع كما لأن فيه شيء موضوعي ما فيه شيء موضوعي في الموضوع أستاذ برايين لما ييج واحد يقول لك اكتب لي تعهد ان انت لو أجلتلك هتلعب مضغوط فيقول لك بس أجل وعلى فكرة ما كانش في الأدوار النهائية ده عشان اللي بيقول لك الأهلي وصندون انت لعبتين الاتحاد السكندري في ملعب موحي كل نقر بعد ثلاثة ايام من موقع في زمالك والأهلي لعبوا في ظروف غير أدمية حاجة يعني كل العالم كان بيتنظر عليها فخلصت على الأهلي قبل ما يروح سندون هلعب ثلاثين مع الزمالك ولعب اتنين مع الاتحاد وسافر يوم ثلاثة عشان نلعب يوم ست في جنوب أفريق ولعب يوم تسعة ولعب تسعة ويجي يقول لك أصل الأهلي يعني في عشر تيام بلعب أربع مموريات منهم سفري فيه ايه اللحظة اللي احنا فيها دي حتى انتقع حيجي ناس تبصوا وطلعوا الورق ده تبصوا عليه وتقدموا للناس طوله اللي كان بيدير ده كان بيعمل كده ليه هو ليه شعورك مش كويس ناحية النادي الأهلي أيوه هو ليه انت مش طايق النادي الأهلي يحصلوا خير بقت باينة قوي هو انت لو كل الزمالك ما يجيلوا موقف تجري وتنقذوا بنقول والله برافو عليك ده انت الاتحاد والأب بتاعك كله وأنا ساعتها قلت ايه ياريتك تبقابل الجميع رحت تدخلت عشان إسماعيلي ياريتك تبقابل الجميع بعت الأهلي قدام التراجي مرات قابل الجميع انت ده بقى مش ابنك ده ابن جوزك ولا ابن المهم مش ابنك اللي من صلبك النادي الأهلي يعني يا أخي بوصلها من المصلحة العامة زي ما انت النهاردة كده بتقول مصر كت محتاجة بطولة قبل البطولة الأفريقية فعلا طب مهما سكت محتاجة تروح كاس العالم قابل النادي الأهلي لو وجد التحكيم العادل اللي لقى الزمالك خلاص التحكيم الفير اللي لقى الزمالك كان زمانه عنده بطولتين صح ولا غلط النهاردة فضحوا بعض الوداد بيلسن على الترجي والترجي بيلسن على الوداد كل واحد فيما قال لك انت خدته من الأهل الزلم الحاكم أهداك اللقب على حساب الأهلي وهو ده حقيقي ده مش الحاكم الحاكم والإدارة وكل المعنيين بالأمر يعني غير معقول غير معقول يعني أمر فيه سباق محموم لإثبات من يكره الأهلي أكثر من يكره الأهلي أكثر وإنه ما يقدرش كنا مش حنطلب منه حاجة ربنا قدره على الغاق لكن لا انت وقت ما بتحب ترفع إيقافات بترفع إيقافات بتسدد الغرامات على الناس تدفع من فلوسك أو من فلوس الأندية التانية اللي هي يحمل ما هي الفلوس مختلطة انت دفعت من فلوس الاتحاد اللي هو فلوسنا كلين عشان يا ترى خطوم لا لا أولا ما احنا مش عارفين هاش يقولك حاجة مش هيقولك وبعدين هي ببيتها هو حتى لو ما دفعها ايه يعني هو بس لما تتكسب وطلقنا أرس خدود بعض والدنيا تبقى حلوة قوي غير معقول التذكر مطبوعة فيها دعوة إن الزمالي جايسة بكون فدراليا من أجل ما يدعو للزمالي ويمضاء مدير الاتحاد ماشي والله حلوة ولفتها جميلة جدا عملتها يا إمت بقى تانية اه ايه 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 مبروك للزمالي خلاص مكسب بطولة انت مش محتاج منه دعو وعلى فكرة ابو النزمة هذا الأمر أستاذ إبراهيم خليها دردشة كده بقى ومعنش الزمالي تكسب بطولة غيبة عنه بشكل عام الزمالي جاء من بعيد كلها حاجات تدعو إلي فرحة عارمة كان نفسك في عيل جبت وانت كبير في السن فبتبقى الفرحة مضعفة غير ما حدش يقدر حساها غير صاحبها اه مبروك لكن هل انتوا بقى يا إعلام يا منتميين وقفتوا تكبروا في الزمالي وتفرحوا بيه أبدا لا هي فرصة ان برضو نتكلم عن نادي الأهل الاحتفال بالزمالك كان من غلال تكريس البرامج للهجوم عن نادي الأهل المدخلات للنايل من نادي الأهل ومجرس قدرته ونالك من الحب الجانب وانا جزء بسيط وكابت الخطيب طبعا شال الليلة انما هو الشتيمة صعبة هو ده الناس كان يتأجر ناس تشتملها وتقطع عن الهدوم وتصوت ما قلتك هو 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 عواء لكن نحن بنتكلم في ايه يا سيد تتكلم عن الزمالك والله العظيم الثلاثة هنبقى مقدرين وفهمين لكن على طول بتتكلم عن الأهل كاسباني بتتكلموا على الأهلي خسرين بتتكلموا على الأهلي مفترين بتتكلموا على الأهلي مفترع عليكم بتتكلموا على الأهلي وهذا وإحنا طبعا بنتكلم على الأهلي يبقى يعني ده الأهل عظيم يبقى مفيش غير الأهل صحيح صراحة يعني طالما أنك أنت عمال بتتكلم على الأهلي الأهل اللي هو إيه اللي أنت عمال بتمشي كلامك من خلال تحاد الكورة على الكورة المصرية يعني ياريتك مرة مثلا وقفت تمسك اقفش لكن تقدر تقول على انه هو لما ضغط لك البرنامج بتاعك ده كان بيجاملك تخيل بيخلص عليك وجاملك ورغم كده هو مضطر فيدي كان مضطر طب انت كنت مضطر هنا عشان جدوى ما يستمرش فين بقى اضطرارك هذا كلام تاني المهندس هان يا بريد تريده هل تريده هل تريده ان تكون اذا اردت الاصلاح اذا اردت العدل اذا اردت الناس تتذكرك بما يليق بيك من اهترام ما عندكش الا سكة العدل يا هاني لان ايه يا بريد شمواندس هاني مش هتبسط في الكلام ما صحش البريد شمواندس هاني رئيس الاتحاد المصري مرة اخرى وليست اخيرة ارجوك الحق انقذ الكرة المصرية وليه يلحق ينقذ الكرة المصرية لأنه انا قلت لكم ما احنا بنتكلم بمعطيات واضحة جدا دلوقتي مش فيه اندية خلاصة الدوري مش فيه اندية لعبة مباراة الاسبوع الى 34 ولمت هدومها وخلاص الدوري بالنسبة لها او المسلم بالنسبة لها انتهى طب هو الاهلي قال لي غير كده بقول لكم بعد كل فترة الضغط وعدد المباراة غير الادمية اللي تسقطت فيها الاسابات مطلب الاهلي عادل واضح جدا وبسيط قوي ومعمول بيه في كل الدول اللي جاية تشارك معنا في البطولة هو فيه منطق يقول غير ان انتو خايفين يعني خلي منطق الخوف على جنب وخلي منطق اعضاء في التحاد الكرة لما تقول لهم حاجة يقول لك مش عارفين نماشي كلمتنا خليكوا في الركن ده بس خلينا احنا كمان في ركن الوضوح شوي بس خايفين ايه دوري يخلص بعد خمس ست ايام وكل الناس تاخد فترة راحة تستمتع بها بطولة الامم الافريقية واللعيبة تاخد اجازة وتستلقت انفاسها والاول مرة اللعيبة تاخد اجازة طويلة شوية والان دي ترتب قوائمها وافكارها ومعسكراتها واعدادها واللي عايز يغير في الجهاز الفني واللي بيستقدم لعبين واللي بيبيع لعبين على مدى التلاتين يوم ودلوقتي كمان فترة يعني حوالي اربعين خمسين يوم فترة راحة وفترة استعداد جيد للموسم اللي جاي هو ده غلط هل من المنطق ان انا عشان حضراتكو خايفين تمشوا كلمتكو او تمشوا قراركو نقوم قاعدين مجمدين الخورة ما تخليها مش عايزين مش عايزين هاي خاف من ايه استاذ برايب وصعب الخرار طيب يعني ما تحليش زي ما الناس بتحول البصير انا بتجي له اقامل تعليمات وكلام ده خطر وكلام غير لائق طيب خلينا نقول انه مش عايزين يا استاذ برايب انت مش عايز تحول الامر النهاردة انه بتفصل النصراع قوة داخل الاتحاد سمعتها؟ اه طبعا لقوا عندي شواهد وتفاصيل فيها لكن زي ما بقول لكم هو ده المطلب الطبيعي جدا طب يتقال بقى ما هو ما كانش حد مختلف على انه يتقال لهم في الاجتماع اللي قبل بداية الموسم حنلعب الدوري بعد كاس الامم او الدوري حيمتدل بعد كاس الامم كويس هسد ان انتو قلتوا كده قالوا المين قالوا في اجتماع الرؤساء الاندية موافق بس وانتو عملتوا ايه من ده وانتو اتفاقتوا انك تضغطوا المطشات بهذا الشكل اتفاقتوا ان انتو تجي لكم اقرارات مكتوبة وترموها اتفاقتوا ان انتو تخلوا بأي اتفاق اتفاقتوا ان انتو تعملوا تبديلوا توافير في الجدول لارضاء اطراف هل اتفاقتوا على كل ده عشان تيجي تقول ما احنا اتفاقنا ان احنا هنكمل ده الاجتماع لأول سنة اه اتقال كده هم بيقولوا كده هم بيقولوا يعني عامر قالك عامر حسين قالك احنا قلنا الدوري قد يمتد من شهر عشرة قد يمتد وبعد حد يقولك ايه قلنا هيمتد لاغسطس مجينا سألك سؤال امتى اتخذ القرار بصدافة هو سعيدة حتى لم قالوا امتى امتى ايه تاريخ جبهوها لنا في الاعداد تاريخ فوز مصر بصدافة كاس الامم لو سمحتوا حد يغششنا في الله مش قبل شهرين اتنين يا دوب طب تقولي بقى قالوا ايه بقى لا انت كنت راحل كاميرون في كل الاحوال انت كنت هتشارك في كاس الامم انت في كل الاحوال كنت هتشارك في كاس الامم فيقولك ايه ده احنا قلنا الكلام ده لما كانت البطولة في الكاميرون فما بالك لما جات مصر طيب بقيت سهلة كل التفاصيل دي لما جات مصر بقيت سهلة انت عايق ده 8 يناير يعني اسندت اليك في 8 يناير طيب هل انت دلوقتي بهذا الشكل التزمت بكل اللي انت عملته ده اقررت كل الجدول ده انت بتبعت يا راجل جدول كل نصف ساعة تيجي تقولي الناس تلتزم بالكلمة اللي تقلت في الصف اللي فات هو ده المنطق ثانيا طب هي فين المصلحة هو اتحاد الكرة كاتحاد هو عايز يلم الموسم ايا كانت النتيجة ولا مسؤولة عن صحة وعناية ورعاية اللعيبة يعني مصلحة الكرة في مصر مسؤولية مئة النادي الآلي قدم بدل المقترح 3 وحناقشهم وبرضو فيه اسرار غريب جدا على انه لا مفيش حاجات تتنفس وحناقش ده عموما كل الامور دي على مائدة مجلس الادارة يوم السبت عشان يتخذ ما يراه في مصلحة النادي ان شاء الله النهاردة الفريق طبعا وصل تمرينه شريف اكرامي قبل التمرين اشتكى من بعض الرشح الخفيف في الرجب الجهاز الفني والطب يتطمينه عليه وادى بعض التدريبات الخفيفة في الجيمانيزيوم وحسن الشحات كمان اشتكى من شدف عضلة السمانة وادى تدريبات برضو خفيفة في الجيمانيزيوم وجونيور اجايه النيجيري كان اصيب برضو بكادمة في اصبة القدم وغاب على التمرين الأساسي لكن ادى بعض التدريبات الخفيفة والحراس بقى الشباب مصطفى شبير وأحمد طارق الاتنين انضموا إلى تدريبات الحراس مع الكابتن طارق سليمان كان قدامه خمس حراس مصطفى شبير وأحمد طارق الصعدين بالإضافة للكبار شريف إكرامي وشناوي وعلو لطفي أنا عايز أرجو من الأجهزة تحت الكورة طبية تحديداً يعني مش كل واحد خد له كادمة ومش كل واحد خد له وخدش نقول إصابة يا جماعة ما تحطوناش تحت تصور أن النادي الأهلي ما فيش تمرين ما بتتعورلوش حد أي يعني فيه إصابات لا يجب ذكرها أي أيدي وخد كادمة وفيه تمرين ما فيهوش كادمات وما فيهوش خربيش يعني ما ينفعش كده إن كمان كل طول النهار فلان خد إصابة فلان خد إصابة وتعاملون إنه هيتعملوا كونسولت وبعدين بعد ساعة تقولوننا حيشترك لا خلينا لقدر الله في الإصابات التي تستحق الزكر عشان نعرف نقيم الأمور صحة طيب إصابات الألعاب الأخرى كمان نجم الكرة الطائرة عبد الحليم عبو نجم الكرة الطائرة طبعاً واحد من نجوم الفريق الكبار كانت عملت له عملية لاستقصال غضروف في الرجبة من عدة أسابيع بدأ التأهيل وتدريباته العلاجية أو العلاج المائي في حمام السباحة في النادي تحت إشراف الجهاز الطبي وإن شاء الله يتم تأهيل عبد الحليم عبو واحد من اللعابة الكبار اللي أنت ابن بلدنا بلدياتك طيب ده مرخص النشرة الطبية لكن بعد النشرة الطبية صفحة الحوادث والقضايا ماذا يحدث على السطح وليه هم بيعملوا في الأهل كده بعد الفاصل أهلا بحضراتكم جديد طيب موقف الأهلي واضح الأهلي قال 3-4 نقاط في البيان الأخير ليه أنا مش هلعب لو الدورة هيستكمل بعد بطولة الأمم الأفريقية يرفض استكمال الدورة حال امتداد المسابقة طيب ده عنده ولا مبني على أسباب مبني على أسباب اشرحها بقى عشان الناس ايه متاخدناش سكة أنه عند أهم الأسباب أو أربع نقاط مهمين هو أنا عندي لعيبة بنا أدمين ولا عندي مكان عندي بنا أدمين طيب البنات مين دول الاتحاد الأفريقي بيقول لي الزاما عليك 31-7 خليكوا واخدين باركم من التاريخ 31-7 آخر معاد للقيد الأفريقي وعشان تسجل لعب في القائمة الأفريقية لازم أن تكون مسجلوا محليا حلو إذن 31-7 ده آخر معاد إله إلي حيشارك في البطولة الأفريقية إن شاء الله الجاية أم شارك في دور الأبطال أو في دور الأبطال يبقى عنده لستة هتتعمل يوم 31-7 البطولة تبدأ إمتى بطولة أفريقيا الجديدة 9-8 يبقى القيد 31-7 بعدها بتسعة أيام 9-8 تبدأ البطولة حلو كاس الأمم الأفريقية اللي احنا هننظمها هنا تخلص كام 19-7 إن شاء الله منتخب مصر يلعب الفاينل بس في كل الأحوال ما فيش دورة هيتلعب كورة في مصر إلا بعد 19-7 يعني فيه ثلاثة أيام على ما المسألة تتلم هتلعب 22-21-23-7 فيه منطق يقول أفضل ألعب يعني الموعد المقترح اللي قالوه لمباراة القمة 28-7 بصوا بقى النقطة يا باشواندس 28-7 آخر مطش في الدورة وممكن يبقى 25-7 يعني في كل الأحوال يا يومين يا أربع تيام مطلوف الأربع تيام دول من المهندس عدل القيعي ولجنة التعاقدات والجهاز الفني وإدارة النادي في الأربع تيام تنجس كل حاجة خاصة بالسنة الجاية تمشي لعيبة واتبيعهم وتحفظ على أموال النادي وتستقدم لعيبة وتقيم الفريق اللي خلص ولو عايزة تغير في الجهاز الفني تغير وتجيب جهاز يتعرف على اللعيبة وكل ده في ثلاثة تيام عشان سيادته ينفس قراره وتدخل في بطولة أفريقيا تسعة تمانية ده منطق؟ في الوقت اللي انت بتستهلك ستين يوم أو خمسين يوم اللعيبة قاعدة في البيت تروح تتمرن ويرجع عشان تاني يوم يروح يتمرن على مدى أكثر من آخر مباراة لأهل اللعيبها يوم تلاتة وعشرين باش منز يعني من تلاتة وعشرين لتلاتة وعشرين هيبقى سبعة شهرين كاملين ستين يوم انت بتتمرن بس لا هتقدر تاخد أجازات ولا تقدر تنقطع عن التمرين ولا تقدر تريح اللعيبة ولا تقدر تماشي اللعيبة هيا دي أهم النقطة خلي بالك النقطة دي أستاذ إبراهيم انت هتعمل قوائم للموسم الجديد وعندك إعارات راجعة وإعارات هتطلع وعندك حسب تأدير بقى الجهاز الفني هيعوز تدعمات ولا مش هيعوزه هيعوزها فين والتي يعني يتبعها مفاوضات والعباب بتتسوى كمان انت بتجيبه وتتسوى العيبة ومش النادي الآله على فكرة ونادي الزمالك والله مصلحته في كده يعني حد من جماهيره عدله 11 لعب هتعمل فيهم إيه مش من المصلحة التأجيل لحد خالص ولا حتى نادي الزمالك يعني لو نحينا العناد وإن مين اللي يمشي هي مش نمشي كلمته هي لو تتعمل ما احنا نوافق عليه احنا ما نوفقش عليها ليه لكن هتبقى انت اذا قوائم محلية اتعملت عشان تعمل قوائم افريقية تلعب بها افريقيا اذا انت هتلعب الدوري الفاينال الدوري ده في بداية الموسم القادم من هين الجديدة ولا القديمة صحيح طيب بالجديدة يبقى ما تكلمنيش بقى على موسم اللي فات الأمور هتلغاية طيب القديمة طيب اذا كانوا الناس هتمشي يبقى فيه ناس اتضررت هذا وضع مش يعني لو اي واحد مخطط بيقعد مكان المسؤول في الاندية مش في النادي الاهلي في الاندية ونادي الزمالك منهم ها حيدرك ان دي مسألة من الناحية الفنية والموضوعية صعبة جدا مش صعبة يعني حتتحل على حساب حاجات تانية مهمة وانت قلت تلاحم المواسم والموسم الاستثنائي قد يمتد أدي لك بقى السيناريو اللي انا حاسس به مش مسألة انك تلغي الدور هو فيه ازمة الازمة دي هتصفر حاجة من اثنين يا هيتلعب بعد الكاس الامم وهنا اخلال واضح بمبدأ تكافق الفرص حتى بالنسبة الاندية اللي هبطت ولذلك هم مش قادرين يلعبوا بدون الدوليين لان فيه اندية من اللي هبطت لأ لعبة قدام الاندية الاهل والزمالة بلعبتها كاملة مش مش فاير انها تلعب بدون الدوليين طيب معناها ايه بقى معناها ان انت بتحط مشاكل الخطوة الجاية هيبقى هنعمل ايه في الهبوط انا بفكر في الخطوات اللي اكني بالعب شطرنج ما عنديش معلومات وقد اكون مخطئا بس لو حصل بقى فتكرك القعدة دي اذا ما قلت لك المر فاتت ان قد يولغى الهبوط ويمكن ده سبب ان الاندية كلها دلوقتي بقت ريلاكس اللي كان محتاج مالوش صوت دلوقتي في الحلقة دي انت هتلعب دوري مجموعتين الموسم اللي جاي والله اعلم للاسف طيب ده الطرح اللي الاهلي قالوا ليه مش عايز الدور يمتد لشهر لبعد كاس الامم واعتقد المسألة بالتواريخ كده كاس امم يخلص تسعة تشر سبعة قيد يخلص واحد وتلاتين سبعة بطولة افريقية جديدة تخلص تسعة تمانية مطلوب ان انت ترمي الاهلي في المحرقة دي فيها تاني ومطلوب ان مجلس الادارة وادارة النادي والجهاز ما يكونوش خايفين على اللعيبة من توالي الموسم بهذا الشكل محدش فرق معها حاجة وساعة لما الاهلي بتعوار له حد محدش لا بيتدخل ينقزه ولا حد بيساعده في حاجة معلنا طيب قال الاهلي عندي اربع اقتراحات كل يومين يطلع مقترح وقدم كل الحلول يا باشماندس ابتداء من اللعيبة على الحل التونسي تونس بالمناسبة الترجي بيلعب فاينال دور الابطال عنده خمس مباريات مؤجلة زي الزمالك بالظبط حطوا له جدول في خمستاشر يوم هيلعب الخمس مطشات بفاصل زمني ده نفس الفاصل الزمني اللي الاهلي تعامل به على مدار الموسم على مدار الموسم طيب ايه الصعوبة في ان ده يتحق قالك معسكر المنتخب هيبدأ يوم ستة فمعندناش وقت للكلام ده حلو قوي الاهلي قال لهم بصوا على تونس والمغرب والدول اللي جاية تشارك معنا في البطولة اللعيبة في المعسكر بتاع المنتخب يطلع يلعب مباراة النادي في نفس يوم الموسم هو الاهلي قبل هذا ده مش اختراح الاهلي خلي بالك المشكلة ايه انت تتصور ان الاهلي يقدم اختراح فالناس بتادي تاخد منه موقف هو الاهلي ما قالش ده المغرب تونس عملوا كده الحل موجود روح على الحل ده لا اتقابل المهندس هاني ابو ريدا مع كابت المحمود الخطيب في قاعد حفلات الافطار وقال له هعمل ايه طيب ما هو اجيري متمسك بيوم ستة لو كده العبوا من غير الدوليين وتتحل الازمة الاهلي برضو اسهاما منه في حل المشكلة وعشان بصص على المشكلة اللي جاية قالك ما عنديش مشكلة لو هي ترسى على كده ما عنديش مشكلة رغم ان الاهلي عنده اربعة لعيبة زي الزمالك ما عندي اربعة لعيبة ضيف عليهم ان الاهلي جيرالدو هيروح انجولا وعلي معلول هيروح تونس الزمالك يمكن بالنسبة له حمد النجاز حتى الان حتى الان حمد النجاز ما تمش اختياره وفرجان الساسي مصاب وبيتأهل في بلاده وعلى فكرة هي المشكلة في فرجان الساسي قالك الزمالك مش هيلعب الاهلي الا لما فرجان الساسي يرجع من الاخر وده العبارة الحقيقية في الازمة على حد تأكيد مسؤول اتحاد الكورة كده طيب لو فرجان الساسي جاهز وتم شفاءه وانخرط في تدريبات المنتخب التونسي الزمالك من حق ويستدعيه هي لعب مباراة القمة ونخلص اذا كان هو ده الحل قالك لا اتحاد الكورة فشل في التوصل لحل اللعب لا بدون الدوليين ولا بفتح المعسكر ولا بضغط المباريات بالنسق الزمن اللي الاهل لعب بيه طب ايه الحل كل الحلول اللي تقدمت وبالمناسبة مسؤول اتحاد الكورة وهم بيستقبلوا الحلول وينقشوها مقتنعين فجأة بخ شكلت لجنة وانس عدل اشار له جملة ترابيزة اتحاد الكورة عليها صراع نفوز وده مؤثر في الازمة وده حاضر وموجود تشكلت لجنة برئاسة الكابتن احمد شبير لحل الازمة لما تشكلت اللجنة الكابتن متحد شلبي وده كان واحد وسيق الصلة باتحاد الكورة وقعد فترة طويلة جدا مدير ادارة الاعلام هناك وعارف جوه المطبخ فيه ايه تفتكروا ليه المهندس هاني ابو ريدا حط الكابتن احمد شبير على رأس هذه اللجنة نشوف الكابتن متحد شلبي اللجنة اللي شكلها المهندس هاني ده في منتهى الزكاء انا ما قابلت الشخصية زكاية زيه اما اختار شخص يبقى رئيس لهذه اللجنة وانا قلت ساعتها يا لجنة محكم عليها بالفشل انا قلت ده بوضوح وقد كان يعني استحني بعتت لثمانتاشر نادي راحوا ثلاثة خلاص يبا خلصتنا بقى مش محتاجة اقول بعد كده ايه وفي الاخر مؤتمر صحفي واسئلة واجوبة وبتاقوا مش هارفيه وفي الاخر قال لك ايه هيجي لنا الحاج عامر بيحط لنا التساوي بنهزر والله العظيم بنهزر نرجع بقى لزكاية هاني ابو ريدا هاني ابو ريدا لما اختار عضوش مجلس قدرته لرئاسة هذه اللجنة فكرني بالزبط بالزبط قريت عنها مع صرتها شعن حفلة في الخمسينيات كانت بحضور الرئيس السابق او الاسبق طبعا جمال عبدالناصر وكان فيها ام كلسوم وعبدالحليم هرمين هرمين فطلعوا ام كلسوم الاول ام كلسوم قالت بقى قالت بقى زي ما تقول بقى اكلت الجو كله كله وقعدت تعتل بقى ساعتين ونص ولا حاجة لغاية لما الناس بقى ريحوا خلص الجماعيل ريحت وطلعوا عبدالحليم عشان يختم فطلع عبدالحليم في الميكروفون قال ايه قال لا اعلم اذا كان وضعي في ختام هذه الحفلة هو تشريف ام تدبيس هو تشريف ام تدبيس انا لا اعلم المهندس هاني بريدة عندما شكل هذه اللجنة برئاسة عضو في مجلس ادارته كان هذا تشريف ام تدبيس بوضوح بوضوح ما انا ما اتكلف بمهمة رئيسي عارف ان هذه المهمة لما حكوم عليها بالفشل مليون المية ما ينقصوش واحد بل بالعكس هي محكوم عليها بالتلسن يعني هنهزر هنقض نهزر على اللجنة دي لانها هتعمل ايه هتعمل ايه فعندما شكل هذه اللجنة انا بريدة بذكاءه الفز اللي انا عارفه هو يعلم ان قبل وهو بشكل عارف ان ايه هتفشل بوضوح فهو هل شكل هذه اللجنة برئاسة تشريف ام تدبيس وبعدين اللجنة اجتبعت وقالت لك 18 النادي هيجي وهنحل وهنعض وهنعلن وهنعمل وهنساوي قبل قد 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 قلت قوله 3 من ال 18 انا قلت يوميها قبل الاجتماع قلت يا جماعة من هزرش انا عارف انا بقول ايه انا عارف انا بقول ايه مش اقول حاجة من فراغ ابدا انا عارف كل كلمة بتطلع من بوق ايه بتطلع ازاي ممكن اقلش احيانا يعني لكن في العادة باخد بالي فانا قلت احنا بنهزر بعتوا ال 18 نادي جالهم 3 ايه دا النجاح دا والمصيبة بقى وهي الطامة الكبرى ان بعد اما مشوا 3 زباين مؤتمر بقى وصحفيين واسئلة واسئلة في ايه واجوبة في ايه يا جوانا بتسأله ايه بتجاوبوا على ايه احنا بنهزر قالك انا اجتمع وانا استمع لتعليمات وورؤى رئيس لجل المصيبات ما رئيس لجل المصيبات اللي بيعمل كل حاج مش عايز اقوله اكتر من كده لكن انا بقول بلاش دحك على الدقون ارجوكوا بلاش دحك على الدقون موسيقى شوفوا الكابتن طبعا متحد شالة بيه له دماغ عايدة توديه في حتة لكن ذكر جزء كبير من الحقيقة هو اللجنة انت مديه لها صلاحيات انا مش مديه لها صلاحيات يعني من سلطتها انها تدي قرارات ولا مش من سلطتها تدي قرارات يعني تشكيل اللجنة كان انطوي او انبغي ان انطوي على كل الصلاحيات خدوا اللجنة وعلى مسؤوليتكو واللي هتاخدوه هو ده اللي حيمشي يبقى هنا فيه جدوى لكن عشان بعد كده نرجع لأي حد سواء لجنة نسبقات او نرجع لاتحاد الكرة حتى مجلس الادارة هذا معناه ان فعلا كان بيزحلق او بياجل المشكلة اللي هتتحل برضو في الاخر كما يريد رئيس الاتحاد لانه هو اقوى واحد وهو اللي عنده الخيوط كلها طيب جملتين في معنايين قالهم الكابت المتحد شلال اخر حاجة بلاش ضحك على الدقون ليه اتحاد الكرة بيتسلب الناس اتحاد الكرة وبيطلع حاجة وعارف هو عايز يعمل ايه فلما يجي يشك اللاجنة قالك ده تدبيس كابتن متحد شلال بقى عنده مشكلة ما مع كابتن احمد شبير كابتن احمد شبير عنده من الخبرات ما يكفي لادارة الاتحاد مش ادارة لاجنة ده بكل تأكيد يعني لكن هو انت بتدبس الكابتن احمد شبير ليه بتحطه في وش المدفع وبتحرجه وبعد كده انت هتعمل اللي انت عايزه انت هتعمل اللي انت عايزه انت كالمهندس هان يا بريدة هتعمل اللي انت عايزه بس بتحرق ورقة شبير ده في تفسير كابتن متحد شلال ادبسه وبيقولك وهو في الاخر عارف هو يعمل ايه قالك هانا بريدة معلم هانا بريدة زاكي جدا وانا يعني بستغرب انه فكرة الزكاية تكون مرادف للمعاني دي اصلا لكن ما علينا اوكي طيب بتشكل لاجنة بتضيع وقت بتستهلك وقت ايه مش كده ايه بتضحك على الدقون هو عنص الوقت هو لك كان الحل في الوقت انت مشكلتها كلها وقت كل يوم بيعدي بيوصلهم ان يفرضوا الامر الواقع طيب املا او ظنا ان الاهل هيتراجع وسمعتها من عضو في اتحاد الكرة احنا بس عايزين نشوف الاهل اخرته ايه لا الاهل اخرته هتتعبك اوي لان يتمسك الا بالصح كلام جميل كلام جميل ما تيجي نحسبها بقى بكل زاويات الاهل هيتمسك وده اصبح مطلب عام طبعا اعمل اللي انت عايزه والجماهيرك في ظهرك ومختنعة تمام ماشي لكن هو لو عمل اللي هو عايزه ولم تسفر عن مصلحة اتحاد الكرة متصور ان هو ده شيء هيقلمه قد يكون هو بيسعى الى هذا ولكن اقتربت وما كانش متخيل ان النادي الاهل يقادر على الكامباك وان هو يخش في المنافسة بالشكل القوي ده فلما حصلت لا لنشوفش سيناريوهات تانية ما هو سأم انه تلك سباء البعض انا ما بعممش البعض يزايد على بعضه في كراهية الاهل يزايد على بعضه في كراهية الاهل ومش بالضرورة ان يكون يعني بتمن لا اولا مش طبعا مش موضوع التمن لكن موضوع استعراض القوة مين فتوه اكتر ده فيه ناس انت ناس بتحسابه على الاهل هي اللي بتخزيلك وفيه ناس موجد تليها محسوب على زمالك لكن هي واحدة خطوة الوراء وصابة الدينة تمشي ملاش دعوة كسروا في بعض ومش محتاج فلذلك انا 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 اذا الموضوع كله هيبقى فيه دي النادي الاهلي لحد الوقت ومفيش حل تاني الاهلي بيقرر وقته الاهلي هو بقى عايز يكمل عايز يجمد عايز يصعد ما فيه حلول كتير مش من ضمنه الانسحاب الاهلي مش هنسحب الاهلي مش هنسحب لكن قد لا يكمل هزا المسابقة بهذا الشهر اقمى هو هيصعد ايوه يحتفظ بحقه اه طبعا ولا يكمل هزا الوضع الموجه انما حيحاول يدفع عن حق خلاص وحيواجه بجهود دولية مضادة انت بتواجه ناس اكثر منك الاتصاقا بالاتحاد الدولي لازم واحنا بنحسب عشان برضو سدان الريح امشير اللي جاي عاتية حبيبي انت عندك معلومة نعرفها بس مش معلومة معلومة شخصية قوي ريح عنيفة كمان ما تعولش عليه المعلومات اللي عند حضرتك دي اللي متصور هناك قد تصيب حد يعني ان هو يخلي باله من نفسه لا دي باله قديمة وباله مدة ومؤكد وعمل حسابه عليه طيب ضحكوا على الدقون على قد على حد قول الكابتن متحد شالبي عملوا ايه؟ اللجنة بعد ما اعتقدوا ان هم بيحرقوا في كابتن احمد شبير او بيحرقوه وتستغرب لما حد اللي كانوا بيشكروا كابتن حازم امامه وبيشكروا خالة لطيفة على دعمهم للزمالك في الفترة اللي فاتت داخل الاتحاد هم نفسيهم اللي بيهاجموا الكابتن احمد شبير قال ايه واقف مع الاهلي مع ان هو بيحل ازمة لو واقف مع الاهلي ولا واقف ضد الزمالك بيحل ازمة كبيرة ايه اللي فيها ضد الزمالك هو زمالك دي الوقت ايه؟ مش خلص ماتشاته؟ سؤال مش خلص ماتشاته؟ مش كان كاتب اقرار انا العب كل ثلاثة ايام كونك بقى تنقل الماتشات دي من قبل ماتشات افريقيا تنقل البعد افريقيا في اين اتضرر الواقع على زمالك؟ ايه حكمة انك تنقل لشهر؟ انت عارف تقل؟ مبارح اخر الليل حد بس يفسر حتى من الزمالك عايزين مرة ما ناخداش انها معرك يعني شرح لي بموضوعية كده يمكن تقنعني طيب اخر الليل اقتراحت ايل في اتحاد الكورة واعتقدوا انه ده فيه الحل الاهل عايزيه الاهل عايز يخلص الدور دلوقت عشان يريح لعبته عشان افريقيا ويرتب اوراقه والموسيقى هيبتدي بداية طبيعية كويس وده فكرة تفيد الاهل وتفيد كل الاندية وفي مقدمتهم الزمالك خلينا في الزمالك الزمالك عايز الدوري يمتدل بعد كده لانه مش عايز يلعب بشكل مضغوط قالك اوكي طيب ما عندنا حل يبدو كده واضح يرضي كل هذه الاطراف دلوقت الدوري مش خلص بالنسبة لبعض الاندية الاربع ماتشات اللي تلعبت الاندية خلصت ماتشات الاسبوع اربعة وثلاثين ورا واحد ولامة هدامه طيب ليه الاهله ما يبقاش واحد منهم اللاهله عنده ماتشين ماتش المقولين اماتش الزمالك انت كده كده الزمالك عايز يخليلو ماتشان بعد كاس القمة طيب ما يبقى له مطشين بعد كاس الأمم إذا كان هو عايز يفضل معلق المسألة بعد كاس الأمم فليكن الأهل يحسم أموره دلوقتي فليكن طيب مش ده حل يرضو كل الأطراف بعد ما فرحوا بالفكرة اللي تدولوها مع بعض في الاتحاد رجع المهندس هنا بريدة قال لك عرضت على رئيس ندز مالك ورفض قال لك مش هلعب إلا مع الأهل آخر مباراة حفاظا على الترتيب طيب هو الترتيب ماشي هو هل المؤجلات يارس يقديها بتؤدى بالترتيب ساذا براهيم هذا الحل هو مش عايز يواجهك دلوقتي نادي الزمالك مش عايز يواجهك دلوقتي هي الفكرة كده لكن فكرة برضو أنك تخلص مطشينك أنت بترين على حاجة واحدة أنك حتكسب المطشين بص أنت ما بتتكلمش فيهن أنت بتتكلم حقك تنفزه دلوقتي هو ده حل حل حيرايح الناس كلها وفي ساعة على فكرة زمالك حاولك ولعب المطشين الفضلين هم عايوبهم عامين لكن خلي بالك أنت لما جيت لعب زمالك مؤجلاته أنت أهم مطشات كان حرس الحدود والجونة دول المطشين اللي فيهم اللي احتمال الصعوبة فرقتين مش متطمنين للبقاء واللي اتنين على ملعبهم واللي اتنين في ظروف تسمح أن يقاموا لآخر مدى عملت أنت إيه بقى لعبت الإسماعيلي مع الجونة والحمد لله الحمد لله الحمد لله جاءت زي ما كنا بنتمنى يا رب اتعدله والجونة اتطمن حمد لله عشان النواية لما تحسن النواية يا ابراهيم ربنا تديك اللي انت عايزه والنواية تسند الزير فالنهارده الجونة إسماعيلي اتعدله ولاعب حرس الحدود مع بيراميد إياك يتطمن راخر الحرس مغلوب دلوقتي من بيراميد دي مشكلة دي مشكلة بقى هنا بقى الحرس بقى حيلعم على زمالك امتى يوم تلاتة يوم تلاتة مغلوب واحد ايا كان مغلوب كام يعني هي نتيجة بيرامز متقدم على حرس الحدود كام واحد سفر يعني برضو برضو يا رب يا رب يا رب يتعدله ويتطمن طيب بقول لكم الحل اللي كان فرحوا بي مبارح آخر الليل قبل الصحور بتوقع اتحاده الكرة وقال لك اهو إذ ربما الاهلي هيرايح نفسه والانديا اللي تستريح هتستريح زيها زي الاهلي والزمالك عايز يكمل مطشين بعد كسر الهموم هو حر يكمل بس ما احنا كده كده مش مشيين بالترتيب انت بتمشي بقاو الجدول اللي انتوا هتشوفوه حضراتكو ده بتاع الاسبوع اللي فات لما لجنة المسابقات طلعت آلة الزمالك هيلعب مع الجونة او حرس الحدود شوفوا الناس اللي دلوقتي بيتكلموا على الترتيب وانه لازم يلعب مع الآلف اللي سبع الاربعة وثلاثين احتراما للترتيب والمنطق والعقل والقوة والا طب وده كان فين هنا كان فين وانت بتنفس هذا الجدول اللي بيقولك الزمالك مع حرس الحدود او الجونة يوم الاثنين اللي جاي تلاتة ست ويقولك سيتم تحديد هذه المباراة في ضوء مباراتية حرس الحدود وبرمز والجونة والاسماعيلي طب الجونة والاسماعيلي اتعرف نستنال ونشوف حرس الحدود هيعمل ايه شوفتوا الناس اللي بتتكلم على الحق والعق والمنطق والترتيب طيب انت بهذا الشكل عملتك اتحاد كابتن شوبير عمل لجنته اللي واضح جدا انه المهندس هنا بريد بيستخدمها كنوع من احراج احمد شوبير على حد تفسير كابتن متحد شلبي ورأيه لازل اقيمة له النتيجة انه يطلع بيان اتحاد الكرة بعد هذا الاجتماع اجتماع اللجنة اعقابه اجتماع مجلس ادارة تانيوم وطلع بيان قلت ايه في البيان يا سيدي استعرض الموقف واللي حاصل وقال لك وعلى ذلك فقد استعرض مجلس ادارة الاتحاد المصري في اجتماعي اليوم التصور الجديد الذي قدمته لجنة المسابقات في ضوء آخر المستجدات مش لجنة الازمة ماشي واخضاعه يعني اخضاع هذا التصور بتاع اللجنة لمزيد من الدراسة والتواصل مع جميع الاطراف والتواصل مع جميع الاطراف علشان ايه امكانية اللعب بدون الدوليين لانه ده يحفظ مصالح كل الاندية والمسابقة والمنتخب الوطني بما فيها دراسة مقترح استكمال المسابقة بدون الدوليين اذا كان في ذلك تحقيق لرغبة انهاء المسابقة قبل انطلاق البطولة الافريقية بعد موافقة الاندية المعنية حاجتين اتحاد الكورة في بيان رسمي بعد اجتماع رسمي وعلى الموقع الرسمي للاتحاد بيقولك ده تصور لإقامة استكمال المسابقة بدون الدوليين لكن هنستطلع رأي جميع الاطراف المعنية مش ده الواضح وكأن النادي الاهلي مش طرف معني لحد اتصل بالنادي الاهلي سأله لحد بعد جواب للنادي الاهلي لحد استطلع رأي النادي الاهلي لحد اهتم يعرف رأي الاهلي ايه هو انا عايزة سألت سؤال يا استاذ براي كم مرة اتلعب الماتشات بتاعة الحسم الدولي بدون الدوليين مرة تين او تلاتة على فكرة كانش فيه استطلعات رأي ده مرة عشان ماتش ودي يا راجل لعبت بدون الدوليين وكان يلقال له تسعة وزماني كله تلاتة ما هو هاا في لوس انجلوس في 4 وثر grabs حداشر الاربعة ثل التالي البتاعة شمس الحامض و Congrats و 88 انت من طول عليها فا60 و Italy حقا في 84 انت خسرت من زمالك وخسرت الدولي خسرت و يعلى الفعل الجزاء jakie مرهاования ليس مره اتكلم ف wow بصوا في المرتب في 84 وتمانين اتعدلت مع الزمالك بدون الدوليين انت حداشر وهو اربعة وخسرت الدوري. اه. وفي تمانية وتمانين خسرت من زمالك وخسرت الدوري. يعني في المرتين انت ضحيت وخسرته بثلتين. وما خدش حدش خد رأيك ولا رأي زمالك. انت كان حداشر اربعة وتسعة تلاتة. اه. الدوليين. ايه. طب المرة دي هو المرة الوحيدة النموذجية. اربعة واربعة. ايه. يعني مفيش ظلم لحد يعني. اه. انما اهو مين بقى اللي بيعني. مين اللي مش عايز يحل. مين اللي كل حاجة لازم يرجع ويسأل. الا الاهلي. وانت ما بترجعش الاهلي حتى تاخد رأيه. طيب. يعني الاهلي قدم كل هذه الحلول. وجيه على نفسه في كل هذه المواقف. ومحدش سأله. البيان الرسم اللي طلع من اتحاد الكرة. لا بعت ولا سأل ولا استشار ولا استطلع ولا فهم ولا عرف. هو موقف الاهلي ايه. ده ما حصلش على الاطلاق. برغم هذا البيان الرسمي. في القرار الرسمي عن جلسة رسمية في اتحاد الكرة. لجنة المسابقات. ما لحقتش تستطلع الرأي. لانه واضح ان فيه كتلتين شغالين. مجلس ادارة. باستثناء المهندس هنا بريدة بيتقال لهم حاجات تانية خالص. المهندس عامر حسين. لجنة المسابقات هو الواحده. مع المهندس هنا بريدة بيخلص اللي هو عايز. طيب ممكن اسأل سؤال. برضو انا يعني اعتبرني من الناس اللي عايزة تعرف. انت شكلت اللجنة. وما تطلعش الصلاحيات. وما فاهمتناش اللجنة دي دورها ايه. طيب انت بقى وانت بتستطلع تاني يوم. سألت اللجنة. يعني اشار الى انه سأل اللجنة. توصلته الى ايه. ولا اعتبرها مش موجودة. مش موجودة اخلص. اعتبرها مش موجودة. اه. لجنة من جلسة واحدة وخلصة. ايه. مصير شغلاء ايه. انا مش عايزة تعمل عشر جلسات. لكن. هي ريبورتنج لمين. والشغل مش كله كده. انا بقولك. روح وعمل لي تقرير. عشان اه. احطه في دراستي في مجلس الادارة. اه. انت مهتمتش حتى تعرف اللجنة دي. حت تقولك ايه. ولا عملت ايه. ولا ولا عمله. خدوا. خدوا ورافضوا. طيب خدوا. لو خدوا ورافضوا برضو. يعني مبلوعة. لكن ماخدش منها. كلامة. خالص. يبقى. ده معنى ايه. معناه ان هما يطلع يقولوا. هنبحث وهنشوف وهنباجع. على الفكرة يروح تاني يوم. عندش معلومة وعندش اجابة. يروح تاني يوم. جدول شيطاني. شيطاني. لا تعرف. ده وفقا لللجنة اللي استطلعت الرأي. ولا رؤية لجنة المسابقات. بس الجدول طلع قالك هيلعب مع ده او ده. بمنتهى التساهل اللي ما حصلش في الدنيا. والله لو ما فيه حاجة غير الجملة دي. ان فيه فريق هيلعب مع ده او ده. في وضوء مباراتين المنافس. لكفاكم ده دليل على هذه الفوضى. انتم متخيلين انتم بتعملوا ايه. يعني ايه شكلكم مع بقية الاندية. وانا بقدم جدول بهذا الشكل. هيلعب مع ده او ده. وبعدين ام فسرها تحت. ده في وضوء المباراتين. وارجع اتكلم على تكافر الفرص. تكافر الفرص هيه. هو لسه فيه كلام زي ده. هو لسه فيه. طب الناديين دول بقى استاذ برايم. معلقوش حتى على النقطة دي. ولا حد. ما حدش نزعج. حتى الرأي العام. حتى الاعلام. وانت بتعمل ايه. عشان كده. عشان كده انت بتيجي تقول لي. بقولك ما حدش قلقان من ردود الفعل. ما حدش الان من مما سيحدث للكورة المصرية. حدش. يعني مضوع. ايه ده. ايه ده. ايه ده. هو كده واضيها كده. طب ما نشوف في اتحاده كورة نفسه. في جدولهم. الكابتن سيف زاهر. للكابتن عامل حسين. ثم الكابتن احمد شمير نائب رئيس الانتحاد. عشان تشوفوا العملية ماشية ازاي. وبتدار ازاي. الحقيقة ادينا فرصة كبيرة. لان احنا نحل اكتب المشكلة. وكان فيه تصور انا اشتغلت في ايه. وحضرته على ان متوقف كل الكلام دوت على موافد. اه مستر اجيه ومصلحة المنتخب الوطني. انما النهار قدر الا اكتصالت بالمهندس حاني. قدرت لما كابتن هاني يقلل اللي احنا صلعناه في الاخر هو دوت اللي ماشي. بالنسبة للدور المصري ومشاكله الحقيقة والاعلان المفاجئ والمباغت. قول كلامه انا بعنيه. من لجنة المسابقات على عكس قرار اتحاد كرة القادم المصري. وبقول كلام انا مسؤول عنه تماماً إعلان غير قرار مجلس الإدارة خالص بجدور الدوري الغريب لأنه كان فيه لجنة مشكلة وكان فيه مجلس الإدارة واتخذ القرارات ثم فوجي الجميع وأقولهم أعضاء مجلس الإدارة بقرارات غير بقرارات بجدور من لجنة مسابقات أو بترتيب مباراة غير اللي تم في مجلس الإدارة وتم داخل كواليس اتحاد الكورة المصر طيب رئيس لجنة المسابقات بنقى برئيس الاتحاد المكلف رسمياً بإدارة الملف ده وده تصريحه ده عكس المتفق عليه تماماً الجملة دي الجملة دي لو تصدرت لأي جهة دولية أنا معرفش معرفش تعمل إيه معرفش تعمل إيه في شرعية هذا الدوري واضح إن في حاجة جوة المجموعة دي بتأدي إلى مثل هذا الأداء لحل الخرارات الغير مسبوقة وما بقوش معنيين برد فعل الرأي العام ولا الإعلام مش مشغولين باللي حيتقال إيه عالكلام ده يعني لما كابتل شبير مفوض رسمياً ورجع وتوصل إيه لحلول ومستني بقى مجلس الإدار يقعد معا عشان ياخد القرارات يطلع لا ده قال إحنا قعدنا في الاتحاد وخدنا قرارات أيوة ما أنا بقول لك و جئنا اللجنة بتقول عكسها أيوة 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 إمبارح بالليل ده حاجة ناس طلعت اتكلمت إن فيه قرارات خلاص والأزمة تحلت ها وأنا حتى لو أحد بلغني كده دحكت في تلفونه قلت له هاي هات قال لي قلت له بقول لك كده مين اللي أعلن لو هانا بريدة كان في الاجتماع أقول لك ماشي بعد شواء النهاردة الصبح صحيت فكلمت حتى قلت له النبي ما تبقاش من فضلك تكلمني ها تقول لي حاجة لأن أنا 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 عارف إذا أراد اتحاد القرارات كان حيوب بكامل هيئته حيطلع القرار أو بالحل الفردي أن يطلع عامل حسين ما يقول لك اتصلت بالمهندس أنا ريدة أبريدة وقال أصلي أجيري قاتل مع أن هابل هيطة ممثل في اللجنة بتاعت الكابتن شوير بالظبط يعني رأي أجيري موجود أمام الكابتن شوير عند هابل اه إنما ما بقاش حتى حتى حد مقلقان على مصدقيته ما فيش المعروف عند كل الناس أو في أي وضع إهداري بسيط اللجنة لجنة جزء من هيكل إداري على رأس ومجلس إدارة يعني في مجلس إدارة على رأس الهرم الإداري بشكل لجان وأجهزة تشتغل أصلي دي مش لجنة دائمة لجنة أزمة لا حتى لجنة المسابقات آه فأنت بتتكلم على الطب بتاع الاتحاد مجلس إدارة الاتحاد وواحد من عناصره الرئيسية نائب رئيس الاتحاد اللي بيتكلم لمصدر مسؤول ولا مصدر مطلع والمفاوض ده نائب رئيس الاتحاد مفاوض من المجلس بإدارة هذه الأزمة لديه من الخبرات وحسن السمعة والسيرة ما يكفي وعنده من الشجاعة والوضوح اللي خلاه يقول الكلام ده أيوة قال لك كل واحد يتحسب على كلامه احنا قعدنا كمجلس إدارة وتوفقنا على قرارات فجئنا لجنة المسابقات بتطلع عكسها فجئنا بلجنة المسابقات بتعلن جدول غير اللي احنا نعرفه كان في الصحافة بيدرسونا الهرم المقلوب والهرب المعدول اهو ده هرم مقلوب قوي ان لجنة المسابقات او المهندس عامر حسين بقى هو رأس الهرم ويه مجلس إدارة الاتحاد بكل قيادات وبقى هما للقاعدة هما اللي بيتلقوا بالقرارات يعني طبعا أنا طول السنة مش في خليل فربما ما زلت طبعا لكن أنا مش متصور اذا كان ده بيحصل وهو بيفرض عليه الحلول من النوع ده في الآخر حيتقالي ان عامر حسين سوا وعمل في الموسم الفلاني ما أنا مش عايز يقبل هذا الوطن أنا عايز أقولك على حاجة وأنا أعتقد الرجل يعلم مدى تقديرنا ليه طبعا على المستوى الشخص وعلى المستوى المهني لأن الحياة فعلا بازل مجهودات كبيرة ورجل فاضل بس اللي حاصل مع عامر حسين من أعضاء في مجلس إدارة الاتحاد هو يعلمهم جيدا كل أهدافها حرق هذا الرجل والتخلص منه وحتشوفوا نهاية هذا الموسم موقف عامر حسين من لجنة المسابات عامل ازاي وخليكوا فاكرين عامر حسين بيتضحى بيه عامر حسين وراء بيحرقوها هو بقى يلحق عامر حسين بيتخلصوا منه ما يتحملش ما سأله هو مش مش بيديره فكل واحد فيهم هيعمل بلوة يقول لك يا صدوة مش قرارنا ده قرار لجنة المسابات ده عامر حسين اللي قال كده لتسريع وطيرة التخلص من عامر حسين وفيه تربطات حصلة لبعض الناس عشان تيجي تمسك لجنة المسابات عامر حسين بالمناسبة رجل متطوع من العناصر الليلة في الاتحاد اللي بترأس لجان واخد كل هذا الجهد وهذا الوقت ومتطوع لكن اللي قالوا أحمد شوير ده شي ما يحصلش أبدا في بلد اتحاد الكورة فيها كمان سنتين يحتفل بالمقوية بتاعته مئة سنة كورة من الإدارة والخبرات والرموز وأسماء عظماء الكورة وعظماء المجتمع المصر كانوا تصل المسألة إلى هذا الحد تمتخيلين أن الاتحاد كان فيه ناس فرضت على الأهلي بكل يعني تتكلموا 84 مجلس الكابتن صالح سليم و88 مجلس الكابتن عبدالصالح الوحش تقريبا في الفترة دي أنه يلعب مع الزمالك والأهلي ينقصوا 11 لعب دولي ويوافق ويضيع الدور من الأهلي ويلتزم وينفذ ويضحي أنتم تخيلين أن في اتحاد الكورة كان في ناس بهذه القوة وهذه النظافة وهذه السمعة الطيبة وهذه الإدارة أنه تفرض على فريق يلعب بدون الدوليين لمصلحة المنتخب 11 لعب من الأهل و4 من الزمالك وما حدش اعترض ولا أهلي خسر بس عنده ثقة في حسن توجه المسؤول عنده تقدير لنزاهة القرار اللي طالع مش تكافؤ فرص بتنتهك ومعايير بتدهس وترجع عايز تنفس قرارك أنت بس علي أنا أنت عايز تنفس قرارك علي أنا بس تحت شمعت أصدار موسم استثنائي السنة دي موسم استثنائي ليه عايز تخلي الموسم اللي جاي استثنائي كمان إيه لاستثنائي إن أنا أقدر أخلص ومش عايز أخلص إيه الاستثنائي اللي فيه استثنائي نكتلع مضغوط انت كده ما حولتم في الاخر ما بقىش السيسناء خالص ده بقى بحبح زي عباس فارس اما بيقول الرحاني بحبح بحبح يا سيدي عايز ايه ستين يوم بحبح يعني ايه اللي السيسناء هنا اللي السيسناء انك تلعب بعد ستين يوم وتفضل ماسك في حتة ترتيب المباريات يا رجل انت لسه بتتكلم بجد بجد يعني لسه فعلا بتتكلم على ترتيب المباريات كالتحاد كورة لسه عاجز انك تاخد قرار اسلافك العظماء اللي كانوا قاعدين مكانك تقدي كده قرار لعد دوري بجد دوليين لعد آله زمانك خداشا مع الآله بكل فتحينه المدينة القرار كمين في اربعة وتمانين وفي تمانية وتمانين وتنفذ القرار الاهل تعادل وخسر الدوري والاهل هزم وخسر الدوري وكله محدش اعترض لانه كان فيه ثقة في حسن التوجه مش ناس بتدار من الخارج مش الثقة بس يا ساذ بريد كان فيه نظام هو الفكرة كلها انت لما تعمل نظام وانا لقيك ماشي عليه واسبب لي ضرر مش هتكلم هو هنا النادي الآله لازم الناس تفهم النادي الآله لما انا بقول لك انك انت تملك القرار فانت صاحب القوة لكن انا صاحب الحق والحق اقوى من القوة حتى لما اخذتوهش حتى لما اخذتوهش لانه جاي جاي والتاريخ لا لا ده فيه ده بعدين قدام الناس دي مش داريانة مش داريانة اللي جاي بالنسبة له حيبق شكله ايه حكم التاريخ والناس اللي هتنبش وتطلع وتتكلم هتلاقي دولارات يعني ما اعرفش هتلاقي ايه يعني نام على الاقل هتلاقي هتلاقي وضع غير عادل مش تمالي يعني ممكن انت تبقى بتعمل كده لانك مش بتحبيني مش ضروري يعني لك مصلحة بس تعمل كل ده تعمل اللي احمد شو بير قاله هو انا احنا بدأنا يعني بدأنا نقول كلام الناس فهماه والناس شايفاه والناس حساه لكن الحل ايه الحل في انه يجي يقول لك اصداد موسم استثنائي فسيد عبد حفيظ الحاجة مهمة جدا بمناسبة هذا الموسم الاستثنائي اصداد موسم حدنا نشرح من الوحصل على البطولة بإذن الله تعالى بدلا ما كانت بتلقى افشار واحد بتلقى افشار خمسة فالكل شرح ان الموضوع ده موسم استثنائي تمام؟ المفروض انه استثنائي على كل الفرق مظبوط ولا لا اه مش استثنائي على فرق واحدة وبناء عليه احنا تأجلنا عدد من المباراة وصل لحوالي ست مباراة او سبع مباراة او تم المباراة وممكن يوصل لأكتر من كده وده حقيقي على فكرة لكن عشان يعوضوا حذكر عشان يعوض المباراة اللي تم تأديلها لنا عشان مشاركتنا في البطولة بتاعتها اللي فاتت بيت ضغطنا في سبع مراحل من الموسم كل 72 ساعة بنلعب مباراة كل 72 ساعة بنلعب مباراة على اساس ان ده موسم استثنائي يعني انت بتلعب عدد مباراة افريقية اكتر فمعلش المواطشات البقاء بدل ما تلعب كل خمس ايام او كل ست ايام تلعب كل 72 ساعة كل 72 ساعة احنا ما اعتردناش خالص لدرجة ان في العرب عمرنا ما كنا بنلعب ما بين المباراة الافريقية والتانية الافريقية اللي ما بينهم اسبوع وعشرة ايام نلعب مباراة في النص في الدولة عمرنا ما كنا بنعمل كده مع النادي الاهلي عملونا كده اربع مرات في الموسم على اساس ده موسم استثنائي ما تكلمناش خالص عادي جدا لما الموسم قرب على نهايته تمام وبدأت فيه فرق تانية كل توفيق ليها برضو عشان الناس ده تاخد مننا حاجة كويسة احنا بنتكلم على المساواة في القرارات اللي كانت موجودة في العدل سوري في الجدول لما الموسم قرب على نهايته اكتشفنا مش اكتشفنا حسبيا دينا ان احنا اضغطنا سبع مرات او تمن مرات ولعيدنا ما بين المباراة الافريقية اربع مرات والفرق التانية اللي مشاركة في افريقيا لما تعرضت لنفس الظروب بتاعتنا تمام انت فيه مباراة كنتوا بتلعبوها وبتطلعوا على الطيارة على طول تلعبوا بعدها 24 ساعة وسفرت وين ده حضرتك الناس كانت واخدة سخرية فاكر مرسل اله والزمالك طبعا حضرتك في بعض الاوقات الجمهير كانت بتقول مستشفى الاهلي انت كل يوم كان بيبعندك اثنين تلاتة مصابين تمام واحنا استحملنا لان انت بتلعب النهاردة وتريح بكرة وتريح بعد بكرة وتلعب بعد بكرة وبعدين تطلع على الطائرة على طول لعبنا الزمالك في اجواء مناخية كانت صعبة جدا وبعدين ب 48 ساعة لابنا مع الاتحاد وبعدين ب 48 ساعة رحنا نرسل عين على جوهانسبيرك تمام فاذا انت الظروف اللي انا اتعرضت لها واللي ضغطني لما اتعرض لها غيري بنفس الظروف الافريقية ده ما عملتلوش كده ده اتجلت له كل مطشاطه الاهم من كل ده وده بقى يعني الموضوع بتاع السنة الجاية طب ده موسم استثنائي كان علينا احنا بس يعني انا مدمش تأجيل ولا مباراة لنا هو بيقولك انا كنت بقى اجل للاهلي ده السنين اللي فاتت انا موكلمش على السنين ده السنة دي ما تأجليش ولا مباراة السنة دي ما تأجليش ولا مباراة بزروف الطبعية يعني انا فيه مباراة استاذ سيد مسلا في الدولة النهاردة وفيه مباراة في افراقيا النهاردة تمام فوضع طبيعي انها تتأجلي تمام لكن انا متأجليش ولا مباراة مثلا في المحلي هلعب يوم الاثنين وافراقيا هلعب الجمعة فانت هتأجلي مباراة يوم الاثنين ما حصلش مع الاهلي ما حصلش لكن اتأجلك انت لو الجدوى المحطوط فيه الاهلي مثلا مع ام بي يوم ستاشر بس لو الاهلي صعب هيلعب مثلا سان داوز يوم ستاشر في الحال دي تؤجل اه كده كانت بتتأجل لكن لما يكون عندي في الجدوى البتاعي مباراة يوم الاثنين في الدوري ومباراة يوم الجمعة في افريقيا ما بيتمش تأجلها فاذا لما يبقى نفس الكلام ده يتعرض لي نادي اخر يبقى عنده مباراة يوم واحد خمسة ومباراة يوم خمسة خمسة انت بتأجله بتاعته واحد خمسة ليه وبالتالي يا كابتن سيد القرار ايه بقى القرار الاتي انت السنة دي بكل الازمات اللي حصل فيها الاهلي واللي حصلت ضد الاهلي اوكي انت سكت ووافقت انا عندي قيد افريقيا هينتهي يوم تلاتين تمام؟ يوم تلاتين سبعة البطولة الافريقية بتاعت المنتخبات رباني يوفق مصر ان شاء الرحمن هتنتهي يوم تسعتاشر طب لو انت اجلت عدد من المباراة لبعد البطولة الافريقية قد يكون فيها مستبعدين لان بعدها بيوم ولا اثنين ممكن تستغنى عنها موسيقى يعني هو سيد لخص بشكل منظم جدا الكلام اللي احنا بنقوله السنة الجاية فيه ناس ماشية وفيه ناس جاية يعني لا يمكن مقبول هذا الكلام ده يعني حتى الكلام على ان كاس مصر تلاقي في بداية الموسم الجديد انا شاهمة لكن الناس مش يتتوقف او عند كاس مصر خلينا في المسابقة انا كواس ان انت ذكرت النقطة دي لانه انا عايز المهنس عامل حسين تحديدا ان انتبه للجملة دي كل ما يتكلم يقول له طب انت ازاي هتلعب كاس مصر بتاع الموسم ده في بداية الموسم الجديد بقوائم الموسم الجديد يقول لك ما حصلت قبل كده ده كلام فعلا ما يصحش يتقال بس يا والد لا لا يعني من امتى بيتقاس هو امتى بيتقاس على الغلط انت اضطررت فترة من الفترات تعملها عايز تاخدها زريعة تبرر بها كل مرة يعني غلطت مرة هو شيوع الخطأ يعني صوابه فكرة السابقة اللي بيحصل الموسم ده بيقول لك طب ما هي حصلت قبل كده الله 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 وارجع للكلام اللي انا يعني قلتوه لك الموسم السسناء ده حيصفر على ايه في الاخر اتقال هو الزمالك هو كل المشكلة حصلة ليه هو الزمالك ليه ما يلعبش مبارياته بنفس الطريقة اللي الاهل بيلعب بيه او اللي الاهل يلعب بيه خلص افريقيا ما عندكوش سبب تقوله حرصا على فرصه في افريقيا انا هنا بكلم جمهور الاهل الحقيقة عشان لما مجلس الادارة تلاقوا موقفه منتاجه لمنطقة حفظ حقوق الاهل واراحة لعبيه تعرفوا هو بيتكلم بناء على ايه ولما اتحاد الكورة يصمم على موقفه الغريب العجيب مسلوب الارادة فيه يبقى فاهم كويس انه بيعمل طبيخ مسموم لانه لو بص في الجدول بتاعه وحل الارقام المسم المفروض يكسفوا على نفسيهم المفروض فعلا لو حد بيحلل الارقام اللي هقولها لكم يعرف هو قدي ايه كان ظالم وقدي ايه كان غير عادل بالمرة وهو بيدير مسابقة ضد الناد الاهلي وبلاش يا سيدي يتقلق ما احنا بنريح الزمال جدا دلوقتي لانه كنا بنريح الآله لما بيلعب فاينال هو انت مش واخد بالك من حاجة بطولة دوري ابطال افريقيا اللي خلاها تخلص السنة دي هو نص الحسين مصر فاينال يعني لا انت بتتكلم دلوقتي احنا في شهر ستة البطولة بتخلص في شهر خمسة او ستة ليه؟ بكرة تنتهي مش الترجي والوداد قبل كده كان بتخلص في احداشر فانت ما كنتش مضطر ان انت تأجل للاهلي وهو في الفاينال لان كان بيبقى في بداية المسلم المحلي ما عندكش مشكلة فيه المشكلة اللي حصلة دلوقتي سببها الاجندة اللي اتغيرت بتاعت الاتحاد عشان وهي متغيرها الغرض انها تعدل تعدل النظام عشان نتفهم على الاجندة الاوروبية ونخرج من بره الاخباطة دي لكن الاهلي هو بيلعب الفاينال مش نزيد الاخباطة البطولة اللي فاتت مع التراجي كان بعديها على طول الدنيا كلها مريحة لانه كان فيه اجندة دولية ومصر بتلعب مع تونس تقريبا فمن كنتش انت محتاج تريح اهلي الاجندة مريحها اصلا عشان ما يتقلش احنا بنريح ازا مالك عشان سبق ريحنا الاهلي لا لو سيادتك عايز تعرف انت عملت ايه مع الاهلي اقولك انت عملت ايه مع الاهلي عشان الكلام الخطير اللي قاله كابتن احمد شبير ربما يخليكه كما تقول لنا كده عملت ايه مع الاهلي السنة دي اتحاد الكرة عمل ايه مع الاهلي هنتفق انه معنى كلمة مضغوطة يعني كل تلات يام مباراة ده المعدل غير الادمي غير المعقول ولما بتستخدمه بتستخدمه لضغط جدول انت ضغطت الاهلي كم مرة وضغطت الزمالك كم مرة عشان لما يقولك مباراة الاسبوع الى 34 ما ينفعش تتلعب دلوقتي المفروض انتو كاتحاد تتكسفوا على نفسيكو وتفاهموا الاندية قد انتو فعلا غير محايدين في ست اندية دلوقتي رواحت اجازة والدورة انتهى بالنسبة لها انت رافض ان الاهلي يكون السابع رغم انه هو اللي هيشارك في دور الابطال رغم انه هو اللي عنده اكبر عدد من اللعيب الدوليين رغم انه هو اكتر عدد ممثل في المنتخبات رغم انه اكتر فريق شارك في البطولات افريقية في السنوات الاخيرة ومتعرض لضغط الرافض ان يكون الاهلي سابع هذي الاندية ليه عشان انت منتش سيد قرارك انت مش قادر تفرد قرار انت اما شايف الصح وعاجز عن ان انت تطبقه او البعيد انفير غير عادل لانه لو عادل يحلل الارقام ديت يا باش مهندس ست فترات ضغط للاهلي بعدد واحد وثلاثين مباراة ست فترات السنة دي الاهلي عاش الجزئية اللي الزمالك بيشتكي منها ست مرات ست فترات الزمالك واجه تلت فترات ضغط طب الزمالك في 3 فترات ضغط لعب كم مباراة 14 مباراة الزمالك لعب 14 مباراة بطريقة مضغوطة الاهلي لعب 31 مباراة بطريقة مضغوطة إذا كنتوا فاهمين إنه الواحد وثلاثين أصغر من الاربعة عشر تبوا حلوين قوي الأهلي عاش مرحلة الضغوطات المباريات المضغوطة ست مرات في كل مرة هقولها لكم بالتفصيل على الرغم من إيه بقى سيد زبريم في نقطة مهمة إن زمالك استمر يلعب بعد خروج الأهلي لأنه وصل فيناف في الكونفودرالية يعني المفروض إن الضغط يزيد بالضبط يعني على المدة طبعا في كل ده محدش يسألنا عن تكافؤ الفرص ده عبث يعني تكافؤ الفرص جملة عبثية الفترة الأولى الأهلي لعب ست مباريات في تسعتاشر يوم خليك معايا عشان تراجل العلمي الفترة الأولى الأهلي يلعب ست مباريات في تسعتاشر يوم يعني مباراة كل ثمان تلتين تلتين بدأت مع النجمة اللبناني عربيا 13 أغسطس وخلصت مع الانتاج الحرب 2 سبتمبر قادي أول فترة ضغط ست مباريات في تسعتاشر يوم ما قالش أي ما اشتكاش ما سمعناش حد من الإعلام بيقول حرام كده ولا حد ساند ولا لجنة المسابقات زعلت الفترة الثانية لعب ثلاث مباريات في أسبوع واحد ثلاث مباريات في ثمان تيام أقل من ثلاث يوم يعني كل يومين ونص يومين وكم ساعة مع صطيف الجزائر 2 أكتوبر مع الترسانة 10 أكتوبر وبينهم مطش الاتحاد متخيلين أنتوا المنظر عامل إزاي دخل في الفترة الثالثة لعب فيها باشماندس سبع مباريات في 25 يوم يعني مباراة كل ثلاث يوم ونص ما هي المعدل بدأ مع الوصل الإمارات 22 نوفمبر وخلص مع النجوم 17 ديسمبر طيب هو لعب مع الوصل في مباراة العودة كان فيه الراجع من إين من الإمارات لا هو لعب في الإمارات أيوه لكن يعني انطلق من إين كان راجع أعتقد من أفريقيا العودة كان في الإمارات أنت تقصد قبلها قبل الماتش اللي قبليه بص الأهلي لعب مع جيمة أبا جيفارة 14 ديسمبر ولعب مع النجوم 17 ديسمبر بس جيفارة كان هنا في مصر نخذ ذلك كان فيه توقف قبل الأهلي مع الوصلة كان فيه توقف لمصر و تونس مصر و تونس منتخ أيوة الفترة الرابعة عشان بقى ثم بيقولوا بتريع توقف متاخ بالضبط الفترة الرابعة لقى لعب ثلاث مباراة كمان في أسبوع واحد يعني مباراة كل يومين ونص لعب مع بيرامدز أربعة يناير ولعب مع فيتا كلاب 12 يناير وبينهم لعب مع سموحة 8 يناير من أربعة لاثناشر لعب أربعة وثمانية واثناشر لما بيتقال دلوقت الزمالك يلعب تلاتة وستة وتسعة لا ما ينفعش ده كده كتير لكن الأهلي ما كانش كتير ماشي الفترة الخامسة المضغوطة للأهلي لعب فيها سبع مباراة في 22 يوم سبع مباراة في 22 يوم يعني تلاتة أيام ودي أقصى فترة ودي أقصى فترة لأن سبع مطشات وراء بعض بدأها مع عامين سنبا التنزاني 2 فبراير ده فبراير الصعيب والعصيب لأن لعب الأهلي في فبراير اللي هو حتى شهر غير بقيت شهور ربنا شهر الوحيد اللي 28 يوم أو 29 لعب فيه الأهلي سبع مباراة سبع مباراة في 22 لما يقول لك المضغوط قل له أخبار فبراير إيه الزمالك تعبان قل له سلملي على فبراير لأن في فبراير الصغير سبع مباراة للأهلي ومباراة تقيلة يبدأها مع سنبا التنزاني 2 فبراير وينهيها مع الجونة في 24 فبراير وبينهم أمبي والحدود والانتاج والحربية والدخلية ثم الجونة الحدود كان يوم عشان سنبا خليك بال بص لعب مع سنبا 2 فبراير لعب مع أمبي 5 فبراير لعب مع الحدود 8 فبراير لعب مع سنبا في الخارج في تنزانيا 12 فبراير ده اللي أنا عايز أقول لك عايز أتوقف هنا أنت كسبان سنبا هنا 5 أصل فيه أسباب لكل شيء كسبان وهنا 5 لعبت 8 وسفرت عشان تلعب 12 كانت النتيجة طبعا قديت ماتش ممكن تكون متأسب بالنتيجة تقيلة اللي هنا وخسرناها 1 صفر رجع 12 اللعب كامل 16 12 رجع 13 طبعا يبقى رجع من صفر يعني راح من صفر ورجع من صفر وليعب بيقولوا إيه مين اللي بيزايد علينا ومين اللي بيتكلم ترجع من سنبا 13 ترجع تلعب مع الانتاج 16 وتروح لعب 20 وتلعب 24 فتلاقي في فبراير العصيب سبع مباريات في 22 يوم الفترة المضغوطة السادة للآلي كان فيها خمس مباريات في 14 يوم مباراة كل يومين ونص وليكوا عند ساعتين مباراة كل يومين ونص إيه هم دي بقى فترة مارس وإبريل ده الدليل الحي على التعنت ضد الأهلي ده الدليل الدامغ على كراهية هؤلاء للأهلي ده الدليل الحقيقي على ضغط الناس دي على جمهور النادي الأهلي لأنه أكيد الكل فاكر الملعب الموحل بتاع مباراة القمة وانت بتفرد على الأهلي والزمالك يلعبوا 30 مارس في هذه الأرض المطرة مطارت والعملية مش في إيدينا والملعب مستهلك وفعلاً اتحمل كتير ده صحيح لكن هو سيادتك من العدل اللي انت بتمارسه دلوقت ومن المسئولية الوطنية اللي انت تحملتها مع الزمالك وتشكر عليها ومن إفساح الطريق للزمالك لأنه الممثل الشرعي الوحيد للكرة المصرية في أفريقيا تشكر انت عملت ده دلوقت بس تحاول تستحي شوية وانت بتفتكر انت عملت ايه مع الأهلي وكان مسافر يلعب في سانداونز عارف عملت ولا ولا ناسي انت لعبت الأهلي يوم 30 مارس مطش الخمة في برج العرب في بركة مية في البركة طلع من البركة سبته يرتاح وياخد نفسه عشان مسافر لجنوب أفريقيا لا رجعته للبركة صممت انه يرجع يلعب يوم 2 إبريل في نفس الملعب 30 و 2 30 مارس و 2 إبريل يومين يومين فصلين يعني انت متخيلين انت عملتوا ايه في الأهلي يعني يعني تلعب مع القمة تلعب في القمة يوم 6 يوم 30 مارس وتروح لعب مطش الاتحاد 2 إبريل ولما ترجع تلعب بعد 2 إبريل تطلع على الطيارة تسافر لجنوب أفريقيا عند رأس الرجاء الصالح يوم 3 إبريل عشان تواجه ساندونز في ملعبه يوم 6 إبريل ولما ترجع 6 إبريل تخلص 6 إبريل وترجع تبقى في مصر 7 إبريل سبك تاخد نفسك سبك تعالج أخطائك سبك تعالج المصابين سبك تهدي شوية بعد الجيم الصعب والجريب اللي كان في ساندونز لا قالك هتلعب يوم 10 مع المقص يا عم انت رجع يوم 7 48 ساعة تلعب مع المقص لغبت مع المقص يوم 10 إبريل علشان عندك ماتش ساندونز 13 إبريل يعني ارجع من ساندونز ومن جنوب أفريقيا يومين والعب مباراة فاخلص منها قبل يومين من المباراة العودة فلاقي نفسي لاعب مباراة في الحجم التقيل اللي فيها الزمالك خلي بعلك جنوب أفريق ده صفر رهيب زهابوا عودة وصفر رهيب ولقي بينهم كمان المقص فشفتوا الفترة المضغوطة الخمسة أو الستة كانت عاملة ازاي مرحلة القمة والوحل دي القمة والوحل اللي كان فيها خمس مباراة فاربعتاشر يوم ودي اللي مشيئة الله سبحانه وتعالف على المستوى المحلي قدر نكتعديه على خير وبالمناسبة المرحلة دي هي الأحداثة هذا الدروب الكبير النتيجة السلبية العصيبة جدا وغير المسبوقة للاهلي فيه سانداونز خلاك انت تقول هو فيه ايه ايه تساقط اللعبة بهذا الشكل ومحدش فكر ومحدش جاب الأرقام جنب بعض ومحدش حاول يحلل البشر دول بيتعاملوا مع الناس دي ازاي ازاي المهلكة دي شغالة هونت عضلاتك لما تلعب في الوحل يا ساز إبراهيم ماتشين وراء بعض وتسافر عشان تلعب ماتش برا ازاي انت وصلت للفترة السادة الفترة المضغوطة السادة هي اللي كانت عملت المنحنة الكبير قوي اللي نزل بعدها الأداء بعد ماتش سانداونز وكل تبعاته النفسية لأنه فعلا كانت الحالة البدنية وصلت لأدناها ده بالنسبة للأهلي ست فترات مضغوطة فيهم 31 مباراة بواقع كل 48 ساعة أحيانا وكل 72 ساعة غالبا مباراة كل 3 ايام مباراة بالشكل اللي انتوا شفتوه الأهلي قدى ست فترات مضغوطة أصعبهم وأقساهم كان مرحلة الوحل يبقى النهار ده احنا احنا فيه أزمة عشان مش عارف تفرض هذا النظام اللي فردته علي هو ده الفير بلاي بتاعك ايوة وفيه ناس مضي على تعاهد انها هتلتزم بهذا الكلام مضيتهم بالضبط دي انت مضيته مضيت الرئيس النادي على هذا التعاهد ليه وانت مش انتوا اللي اتنين مش عايزين تنفزوه عملت اللجنة لحل الأزمة وانت عارف انك مش هتلتزم بقرارها وهيطلع القرار من لجنة المسبقات بالاتفاق مع رئيس الاتحاد ليه الكلام ده بيحصل هو محدش مهتم يجاوبنا على هذه الأسئلة ليه عشان كده احنا بنخاطب جمهورنا لا والله انا بخاطم جمهورنا وجمهور الزمالك كل الجماهير انت مش تخاطب جمهورك يا سيد زبراهيل انت لان تخاطب كل الناس عشان تفهم هو الأهلي ايه اللي دايه الأهلي هو الأهلي ليه مصر طيب الأهلي مصر اتفرض عليه هذا النظام في الوقت لما طلبت الطرف المنافس التاني نادي الزمالك انه يلتزم بالمعدلات الزمانية اللي انتوا شطار قوي وفرضينها على الأهلي في 31 مباراة قال لكوا حاضر واتبعت لكوا جواب وحطينا الجواب واتشوفوه تاني بالالتزام باللعب بالمعدلات الزمانية ديت طيب هذا الخطاب عندكم انتوا ليه مش قادرين تنفذوه الجواب ده سليم ولا مش سليم انتوا ليه أضعف من انتوا تنفذوا جواب يلزم كل الأطراف بتعهداتها ايه مصلحتك عايز اعرف ليه هو انت ممثل انك تحل أزمات نادي بعيني وتصدر الأزمات للآخرين انت بتمثل مين انت عندك جاب يعني انا لما ديك جواب لو لو هب ان النادي الآله هو في الموقف المعكوس والله ما كانا حدعم من وقته خمس دقايق هيجي لك سرسي ميلة انت مديني يا اخي تعاف ها انت جاعت تطلب مني ايه و بصوا بصوا اللي بيقولك ما الناس كانت عارفة ان الدورة هيخلص بعد لا والله تم ما الناس كانت عارفة ان عندك جوابات انت أضعف من ان انت تنفذها هو انت بتنفذ التزامات خالص هو انت قادر تفرض تعهدات تنفذ تعهدات انت علمت عليها اجلي ده مليكش دعوة بقولك هتتزني بعد كده بس مليكش دعوة طب بعتلي الجواب رح بعتلي الجواب طب انتوا لي بعتلي الجواب ليه هو انتوا ليه والله ده حظ الرأي العام ان يشوف الحقيقة التصرفات دي هو ده التاريخ بقى اللي لما يطلع ويتناقش ويتحلل الناس هتعرف ايه اللي بيحصل انت ليه ليه لحد النهاردة مش عاد ستنفذ هذا الخطاب وخدتوا ليه طلبته ليه وقلت يعني كنت يعني انت لو كنت قلت له طب انا باجل كان حدا هيعمل لك حاجة اما انت بتعمل له ده انت عندك جواب وما بتنفذوكش لو عملت بقى التأجيل من غير جواب كان حاجر عليك حاجة لكن الله سبحانه وتعالى حب يظهر النواية عندك الجواب مش هتنفذه بتعمل لاجنة مش هتتزم بيه هو ده ابعتلي الجواب اجل بيه المباريات ومش هنفذه ومش هتلزمني ان انا هنفذه ده بيغمزوا بعتلي بس جملكش دعم كده شفتوا حل او وضع اكتر من كده برضه عشان نحاول نكون موضوعيين اذا كان الاهلي عاش فترات مضغوطة ست مرات هذا الموسم العصيب الصعيب الزمالك عاش هذا الوضع المضغوط سبع مرات الاهلي ولا ستة ست مرات الزمالك واجه هذا الموقف المضغوط تلت مرات تلت مرات بالزبط الفترة الاولى بالنسبة للزمالك لعب مع الداخلية 22 نوفمبر ومع الجونة 26 نوفمبر ومع الاتحاد 30 نوفمبر يعني من 22 ل30 في التسعة تيام دول لعب تلت مباريات بواقع تلت تيام تب دول تلت مطشات تلت مطشات فقط الفترة التانية الزمالك لعب مع النجوم 9 فبراير ولعب مع بيترو أتليتكو 24 فبراير من 9 ل 24 يعني 15 يوم لعب فيهم كم مباراة خمس مباريات بفاصل زمني تلت تيام ده الفاصل اللي التبع مع الاهلي الفترة التالتة الزمالك لعب مع الاهلي 30 مارس لعب مع اسموحة 3 إبريل يعني بصوا الهل والزمالك لعبه سوا 30 مارس يوم الاهلي يلعب مع الاتحاد 2 إبريل لكن زمك يلعب 3 الاهلي كان بسافر ويلعب مع حسنية أغادير 7 إبريل ويلعب مع المصري 11 إبريل ويرجع يلعب مع أغادير 14 إبريل هل من المعقول الاهلي يلعب 6 فترات مضغوطة فيهم 31 يوم من 3 إلى 4 31 مباراة في خلال 6 فترات الزمالك يلعب 3 فترات مضغوطة فيهم 14 مباراة يعني الناس اللي لسه بتتكلم على الجملة السخيفة بتاعت تكافؤ الفرص تقول لي إزاي الاهلي لعب 31 مباراة بجدول مضغوط بفاصل زمن 3 مباراة في المتوسط أو أقل وإزاي مالك لعب 14 مباراة مضغوطة أقل من 50% ولسه بتتكلمه على تكافؤ الفرص ولسه بتقولولي أصلا ده موسم استثنائي ده موسم استهبالي عايز تخلي كمان الموسم اللي جاي راخر يكون استثنائي اللعبة وقعت والناس تعبت والقوائم اتدمرت في موسم استثنائي عشان الاتحاد الأفريقي بيغير جداوله وأجندته ونستحمل ليه مصممين وعندوك الورق وعجزين إن أنتم تطبقوه ليه بتعملوا مع الأهلي كده هقول لكم بعض الفاصل وده بيحصل مع الأهلي ليه أهلا بحضراتكم من جديد شفنا الأهلي تعمل معه طب الأهلي بقى أفريقيا ما لقاش الدعم ليه نحن تكلمنا المهندس هاني يا بريدة في فترات كتيرة أثناء الموسم حتى السنة اللي فاتت كان له تأثير في بعض المواقف الدعم فيها للكرة المصرية ولما بنقول إنه ما بيساندش الأهلي ده واجب عليه لأنه رئيس الاتحاد المصري للكرة القدم ما لياش دعوة بإنه مجلس دارة الاتحاد واخد موقف ضد الأهلي ما لياش دعوة بإنه أنا بسمعه من ناس إنه في ناس يعني مستدقلة دم الأهل إنه مش واقف معهم ما لياش دعوة إنه فيه تربطات تربطات وحسابات تانية وناس بتدار من الخارج وحسابات ومصالح وكل ضد الأهلي لو بتبصوا على السوشيال ميديا هتلاقوا كل حاجة مكشوفة مكشوفة قوي لو الناس اهتمت بتحليل السوشيال ميديا كسطح إعلامي مؤثر ومهم في قياس الرأي العام وده اللي لازم أن يكون واضح وظاهر للناس ما عادش في حاجة بتستخبئ لكن يا باش مهندس هاني أبوريدة أفريقيا دعم كل الأندية المصرية مش كده كل الأزم اللي تعرضت لأزمات يعني إسماعيلي بعد استبعاده نجح مشكورا إنه يرجعوا وده دور مهم جدا الزمالك كده أن يفقد ست نقاط علشان عنده مشاكل مع الاتحاد الدولي فيه قرارات خاصة بمستحقات سددها من حساب الاتحاد المصري اللي هو فيلوس كل الأندية موقف فك إيقاف صعب جدا رجع الإسماعيلي البطول ما أنا بقولك رجع الإسماعيلي أنت ما خادش بارك ما كنت بتكتب فك إيقاف صعب جدا على أستاذ بورس عيد على أستاذ بورس عيد بعد مجزرة لا الحقيقة ما كنتش حاول كده أنا كنت حاول الإيقاف بتاع الأستاذ مرتضى منصور أيوة عشان يحضر ويستمتع بالنهائي ويقعد كرئيس نادي وبذل من الجهود إنه في اللحظات الأخيرة نجح في هذا الأمر كل ده بالمناسبة اللجنة الأولمبية في بعض المواقع ذكرها دلوقتي إن اللجنة الأولمبية المصرية بتلوم اتحاد الكرة على وجود رئيس نادي الزمالك في المقصورة النهاردة بتقول اللجنة إنه موقوف من قبل اللجنة سنتين ما هو إن الاتحاد المصري هو اللي تقعس حتى في ذلك الوقت الداخلي مش فارق أو بتترمم المسائل لكن أنت بقى في كل مواقفك أين أنت يا أستاذ هاني داخليا وإفريقيا معنى هذه الأهل يا أخي إحنا لينا حقوق يا أخي إلا ما احتجيت إلا ما قلت والأهل كان قابق وصينة أو أدنى من إنه يكسب بطولة أفريقيا اللي هي برضو وحشاكو بس مش عن طريق الأهل يعني إتباع الأهل بيع إنه تتبع الجوابات مزورة ما يبعدش اتحاد الكرة قول لا تلتفد قول هذا الخطاب النهار مزور مش عايزك تقول حاجة تانية مش عايزك تقول لمندوبك اللي في الاتحاد الأفريقي اللي انت حطيته يا أخي مش كده انسى مشاعرك شوية ده نادي مصر كبير إنما سكتم بوكتم حاجة أكدنه مش من هنا ما لوجه دعوة والله العظيم لو هذا الأمر في حتة تانية يمكن كنا نسمعنا صوت تضامن سمعني صوتك يا أخي قولك ايه ده اللي حصل مع النادي الأهلي تعاطف ايه اللي حصل مع النادي الأهلي ولا حاجة أنا عندي لعيب يتعور تفتح دماغ هناك ولا حاجة قبل المباراة أهو تخيل برافو يا شوار أهو يا شاب محمد ازاي ده الماتش ده يعني وبعدين ايه ما تطلعش عقوبات ضد الترجي إلا بعدها في شهرين ثلاثة لا وعقوبات الأهلي تطلع في الثاني يوم وتطلع تبرئة الحاكم اللي انت عدت تتهمه ويدفن التحقيق مع كارتيرون لإنه ماشي خلس الموضوع وكانش فيه سبب للتحقيق أصلا الوضع كله كان مريب وكل دعمهم للأهلي كفر لتر يقولك احنا كل دورنا تجي لنا شكوى الأهلي نحط عليها ورقة بس هو ما عملش كده كفر ونبعثها لتعلم هو ده آخره كان له دور تفوضي جامد في رفع الإقاف على أستاذ مرتضى وعن عودة الإسماعيل وعن عودة مؤكرا وعن فك الإقاف عن أستاذ المصر وعن دفع فلوس الزمالك وغرمات وقبل كده يعني مش عايزين نفكر ناس بحاجات تانية برضو خاصة بالاتحاد الدولي والموضوع بتاع ملعب المصري والعقوبات اللي عالية كل ده ماشي اعمل كل ده بس خد الأهلي معاك برضو انت مفيش مشاعرك واضحة انت لو عندك الصورة بس وهو بيهني رئيس نادزة مالك بالفوز بالكاس عشان شوف تهنئة ما حصلتش على مستوى العالم بيقرأسه في الخدود وبيعمل له كده ونبعي حتلاقيها ضروري عندك ما انت عامل لي النهاردة بتشوارب بيجاب واحدة بتوريك قد إيه السعادة الغميرة والحميمية في حين أن يذكر نادزة الأهلي نجد وقار وابتسام طيب حتى والأهلي بيتعرض للتحكيم في أفريقيا عشان جمهور الأهلي يبقى عارف هو الأهلي فقط من فرص للألقاب قد إيه عشان ما يجيش عايل يقولك بيكسب بالحكام ده فيه ثلاث ألقاب شرعي راحوا بالتحكيم من نادي الأهلي إن راموا لا ده غير دي أربعة ولا أوضح والرجل دخل السجن حصل قبل كده والواقع للتي لا يجب أن يغفلها التاريخ السوبر المصري الأفريقي في جوهانسبيرج في أربعة وتسعين أنت كده وبترس ماتابلة راح فين بترس ماتابلة راح فين حكم هذا اللقاء بعد كده يدخل السجن ويتشطب ويروح في دهيا والأهلي بيكسب بالحكام والعرجون عبد الرحيم العرجون والنجم الساحلي وتتفجر بعد كده الأسرار وتظهر وسبحان الله يظهر حق الأهلي على لسان آخرين الأفريقي أو الترجي بيلعب مع الوداد بكرة مباراة العودة بعد لما تعين بعد المباراة الأولى كانت في المغرب وتعادلوا لما تم تعين الجنب بكاري جسامة حكم لمباراة العودة اللي حتبقى في تونس يطلع التوانسة يقولوا مش عايزين هذا البكاري لأنه لدينا دليل على أنه أهدى اللقب للوداد على حساب الأهلي في 2017 لدينا الدليل والأهلي بيكسب بالحكام لقب يضيع لو تفتكروا بكاري جسامة في المباراة ضربة جزاء واضحة كانت لواليد أذاره ما تحسبتش أخطأ وهمية كتيرة ضد الأهلي في المباراة وإهمال الوقت الضايع قرارات مؤسرة الترجي هو اللي عنده الدليل مش هنروح نقوله إنه بدينا الدليل بس هو أعلم رفضوا لهذا الحكم وقال لك أنا رفضوا عارف رفض ليه والسنة ده إلى ظلم الآهلي فهذه المباراة رد الأشقاء المغربة وانتوا نسيتوا بكاري جسامة عمل معاكم ضد الأهل السنة اللي فات برضو الآهلي وبرضو الناس بتتكلم بوقائع والاتحاد الأفريقي بالنسبة في قوتين دلوقتي بيدروه يعني في الشمال الأفريقي طرق بشماو التونسي نافذ نافذ ومؤثر خاصة في ملف الحكام له سلطة كبيرة في التعينات والمرأبة والمتابعة وده راجل ترجاوي أكتر من أي حد بيلتصغ بنادي فوزي لقجع في المغرب رئيس الاتحاد المغربي عنده عضو في تنفيذية الكاف وعنده هذا التأثير عشان كده بعد ما في رئيته نهضة بركان خسرت مباراة الزمالك قدم احتجاج وقدم احتجاج بناء على ما يراه لكن إنه طيب زي الاحتجاج ده مش معنى احتجاج الترجي على الأهلي تبحث تاني يوم الاحتجاج ده حيبحث أنا شايف أنه شوف حتى في مباراة غير مجدي يعني حتى في مباراة الأهلي والترجي لاهلي والترجي مهدي عباد الجزائري أعلن إيقافه وإحالته للتحقيق شوشاره على الراجل شوشاره علشان يغطوا على اللي هيعملوه في تونس وقد كان فكوا الإيقاف عن الجمهور التونسي وفتحوا المدرج اللي كان مقفول ومعاقب تجاهلوا كل الاعتداء اللي حصل على بعثة الأهلي وإسالة الدماء اللي حصلت عينوا طاقم الحكام اللي هم عايزينه أداروا الملف بالشكل اللي هم عايزينه برافو الأهلي ما لوش حد في الاتحاد الأفريقي ممثل المصر في الاتحاد الأفريقي المهندس هنا بريدة والحلقة اللي فاتت قلنا لو كان الوضع الفوضوي اللي موجود فيه الكرة في مصر موجود وأي شخص آخر على رأس الاتحاد المصري ونحن روح للمانس هنا بريدة هنروح لهنا بريدة إيه حقنا تعالى حللنا المشكلة أنت بتحل الكرة بتحل مشاكل الكرة على مصر العالم فهمنا ما إيبه؟ هو هنا بريدة على رأس الاتحاد المصري وفي مقعد مؤثر في الاتحاد الأفريقي يحصل دمع الأهلي ولا حس والخبر لكن يرجع الإسماعيلي يفك الإقاف عن رئيس نادي الزمالك يفك الإقاف عن ملعب النادي المصري يدفع للزمالك الغرامات اللي كانت عليها عشان يلحق يسجل لعبته ومعرفش الأهل ماله يحصل اعترافات من قبل مسؤول الوداد ومسؤول التراجي على تأثيرات قرار الحكام ضد الأهل طب وجهات جريشة جهات جريشة عشان تشوف النفوذ الشديد جهات جريشة الرجل نفسه قال بعد إدارته لمباراة الوداد والتراجي في المغرب وأنا شايف أنه أدارها بشكل عالي جدا سيبنا من قرارات مؤسرة ما فيه قرارات مؤسرة رجع للفار لكنه بعد ما على لسانه هو بعد ما وصله وصل الموضوع الفارد وانت بترجع الفارد عشان تعمل ايه تقل عشان عايز ترجع في كلامك ترجع مش عايز ترجع في كلامك تتجاهله في الآخر يعني موضوع الفارد انا هيستخدم برضو حق يراد به باطل يعني طيب ده الآله والاتحاد الأفريقي لكن على ذكر الأفريقيا بقى مصر على يعني أمتار قليلة من استقبال حدث كبير مهم كاس من الأمم الأفريقية بقى تساعد سيدة براحيم عايزين نفصل كواسي قوي اي وده كلام ممكن معجبش بعض الأعزاء من جماهرنا خصوصا مدونوا التواصل الاجتماعي لكن أنا مش في حياتي مش جاي أقول الكلام اللي للناس نفسها تسمعوه أنا جا أقول للناس الكلام اللي ضميري يرتاح له هناك أزمة اتحاد الكورة ليس مصر مشاكلنا التي بسبب اتحاد الكورة وبعض العناصر المنتمية إليه لا يمكن أن تتحملها مصر لا يمكن نهاية النادي الأهلي في أي لحظة هناك من يدعو إلى مقاطعة احتجاج مش عارف إيه هذه بطولة ينظر إلينا العالم كله من خلالها لازم نقدم أنفسنا ولازم نبين لهم أن اللي بينجح البطولات النادي الأهلي مش بالمؤطعة بالمؤذرة لأن إحنا في الآخر مش مؤطعة على حاجة لا في ناس بتنادي بس أنا مش شايف أن ده اللي حيحل وبعد إيه يعني بلاه ما هو حيجي يقول لك ما أجيش يعني اللي بقول لك ما تلعبش ما هي هي يعني إذا وصلت للمرحلة دي النادي الأهلي له حقوق سندافع عنها حتى النهاية بكل الطرق التي تمكننا منها اللوائح والنظم أنت كراجل أهلاوي أنت مصري قبل أن تكون أهلاوي طبعا وانتمائك إلى مصر جزء منه أنت بتاخده بتفرغ طقتك فيه في انتمائك للنادي الأهلي اللي هو بيعبر عن انتمائك إلى الوطن الأكبر طبعا طبعا إحنا كلنا معلش يا شباب لما تستمعوش قوي للفكرة الغضب أنا غضبان جدا 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 ويمكن أكد أكون ما بنامش والله يا جماعة يعني بقول لكم على مدى حاجة وخمسين سنة حصرت فيها الرياضة المصرية ما شفت هذا الظلم وهذا العند وهذا الذي يحدث مع النادي الآل ورغم هذا لا مصر قصة لا يمكن فصال عليه لأنه الخبر ما يستناش انتهت مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بالتعادل واحد واحد وانتهت مباراة بيرامدز مع حرس الحدود أيضا واحد واحد للا تعادلية بتخلي حرس الحدود في مباراته القادمة مع الزمالك على المحاك اللي عن محاك هو إيه لسه في اتقادل حرس الحدود مع بيرامدز واحد واحد أيوة بس أنا أعتقد أن حرس الحدود بأكثر أمنا دلوقتي المواجهات المباشرة مع بترجيت لصالح بترجيت لو تسوف النقاط وهو كام ودلوقتي يوصل كام 37 وبترجيت لو بترجيت كسب المقولين وحرس خسر من الزمالك بترجيت يقعد يعني لسه المرش معلوك يعني بترجيت يكفيه يكسب المقولين لو الحرس خسر من الزمالك يعني لسه الاتنين في منطقة مهددة هل يلعب مع الحرس رسمي ده بدل الأوؤوة ديت بتاعت هيلعب مع ده ولا ده ماشي بلها نادي خد سوس على كل حال بإذن الله ربنا أقول حيح الله بعدل شوفوا سيبكم من كل النتائج هذه النتائج لا تعني أي شيء في موقف الأهلي لا لا أنت بتكلم على بتكلم على حقوق وقواعد ونظام يكسب من يكسب يخسر من يخسر النتائج تروح يمين تروح شمال ما لهاش أي تأثير على موقف الأهلي في المطالبة بحقوق مشروعة أتمنى أن يتكون وضع تماما في ظل هذا الوطن الاتحاد الكورة ما أجل المقولين والزمالك لبعد البطولة إسماعيل والزمالك المقاولين للأهلي والزمالك للأهلي والإسماعيل والزمالك لبعد البطولة وهيأجل مطش الثالث للزمالك طبعا يعني الزمالك حلع بعد البطولة ده الزمالك احتمال يأجل أربعة كمان كفاية مطش الانتاج وأجل الأربعة يا سلام مش محطوط معد طيب ما هو كان محطوط معد لا ده خلاص الجدول ما كان في ورع لا الجدول اللي هم حطينه دلوقتي طيب ما هم اللي كانوا حطوا اللي قابله مش فهمني هو دلوقتي يقول لك الجدول ده اللي علانه أول مبارح كان إيه قالك لما حصلش يعني يوم ثلاثة هنختار أو ما هو كانت الأوقاوة ديت آه يعني ممكن نلعب الجونة هي الأوقاوة ديت وحيسيب بيتر جيت والحرس للآخر هنشوف إلا هيحسن لا بيتر جيت هيخلص ما تشاهد بس كل شي مع اتحاد الكرة جايز حتى حبل العجايز دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير أن نلتقي دوما إن شاء الله كل سنة وحضراتكم طيبين تسبوع الألف خير